دوري أبطال أوروبا مواجهات ممتعة أكتر والشاطر اللي هيكمل للآخر دوري أبطال أوروبا يعود من جديد بنظام مختلف ومواجهات نارية 36 فريق بيتنفسوا على اللقب الأغلى في القارة العجوز في أسبانيا الريال بيحلم بموصلة فرض السيطرة وفي إيطاليا ميلان ويوفنتس بيحلموا باستعادة المجد في إنجلترا ماتشاستر سيتي بيحاول تحقيق الإنجاز الثاني مع بيب جوارديولا وبطولة صعبة أكيد بنظام جديد ومتشاط أكتر صعب النفس الطويل هنقول له مبروك عليك في النهاية ذات الأزنين موسيقى 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 أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة دورة أبطال أوروبا هينطلق والمباريات حلوة يا جماعة بكرا إن شاء الله السلساء تبدأ المباريات نستمتع بمباريات كبيرة ممتعة وطرفي المنافسة في كل مباراة فرق قوية جدا فرق ممتعة جدا نظام جديد للبطولة صحيح يلغبط شويتين تلاتة ربعة بس بصراحة نظام يخلينا نشوف مباريات حلوة ما بين كبار قارة أوروبا حلوة مباريات حلوة تعال أول أسترجع معاك النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا وبعد كده أقولك شوية مباريات حلوة هتتلعب في الدور الأول ده اللي هو دور الستة وتلاتين مش الاتنين وتلاتين عشان فيه ستة وتلاتين فريق هشرح لك الحكاية البطولة بتقام بنظام دوري للفرق الستة وتلاتين المشاركة هيتم تقسيمهم لأربع تصنيفات وتجرى قرأة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة لدور الستاشر من دوري أبطال أوروبا بينما يلعب ملحق بنظام الزهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع للرابع والعشرين لتحديد ثمن فرق تشارك في سمن النهاي إلى جانب المتأهلين الثمانية الفرق الباقية تخرج نهائيا من البطولة دون إمكانية التأهل إلى الدوري الأوروبي والبطولة تتابع بشكل اعتيادي أو يتم المتابعة فيها بشكل اعتيادي من دوري الستاشر ثم ربع النهائي ونصف النهائي ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحجر ده النظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا وزي ما قلت لك والأهم فيها إن احنا هتشوف مباريات حلوة قوي طيب أبرز بقى المباريات في الدور ده أبرز المباريات ومواعيد هذه المباريات في الدور ده تعال أقول لك عليها شوف المباريات الحلوة لنفرج عليها المباريات اللي أقول لك عليها دي غالبا ما كناش بنشوفها غير في الأدوار الأخيرة في مبطولة دوري أبطال أوروبا نصف النهائي النهائي لكن تعال بص بقى احنا من الأول بدئين بإيه يالله بينا يوم السلساء 17 سبتمبر غدا ان شاء الله ميلا العريق الإيطالي يواجه ليفربول الإنجليزي الساعة 10 يوم الأربع بعد بكرة منشستر سيتي هيواجه انتر ميلا يوم السلساء بقى 1 أكتوبر أرسنل هيواجه باريس سان جيرمان ويوم السلساء 22 أكتوبر ريال مدريد هيواجه بروسيا دورتموند ويوم الأربعاء 23 أكتوبر بارشلونة هيواجه بايرني ميونيخ ويوم السلساء 5 نوفمبر ريال مدريد هيواجه ميلا ويوم الأربعاء 27 نوفمبر مواجهة رائعة وكبيرة ما بين ليفربول وريال مدريد يوم الأربعاء 11 ديسمبر يوفينتس الإيطالي هيواجه منشستر سيتي الإنجليزي وبروسيا دورتموند هيواجه بارشلونة يوم الأربعاء 29 يناير 2025 بارشلونة هيواجه أطالنطا الإيطالي يا سلام على الحلويات يا سلام على الجمال بص نظامي لعبة صحيح بس إحنا الكسبانين بقولك المباراة دي يعني بالكتير كنت ممكن تبدأ تشوفها من دور التمانية دور التمانية نصف النهائي النهائي لكن من الأول كده بسم الله الرحمن الرحيم نهائي مبكر كل يوم والتاني إحنا الكسبانين إحنا الكسبانين جمال جمال هنستمتع يعني إن شاء الله بإذن الله يعني دي حكاية وقبل ما أخش معك في أخبارنا وقبل ما نتكلم على الكواليس وأخبار حلوة أو هتسمعوها النهاردة أنا عايز أتكلم في حاجة وإنتوا عارفين ومتعودين معايا إن إحنا بنفضفض مع بعض على الأقل نفضفض نفضفض الدورة بتاعنا اللي قعد سنة تقريبا اللي هو خلص يعني من شوية بقى له شهر خلصان شهر شهر يا مؤمن تلاتين يوم الدورة اللي أصلا قعد سنة خلصان فين يا جماعة الدورة الجديدة جدول الدورة الجديدة ده فينه هنلعب إمتى الفرق اللي بتستعد دي هي بتعمل البرنامج بتاعها البدني والفني على قد إيه هم عارفين هيلعبوا إمتى ولا إزاي ولا فين ولا مطشطهم إيه ولا أي حاجة ليه شهر بحاله على دورة قعد سنة ليه بلاش الدورة بتاعنا اللي فات ده كان محسوم الصدارة ومحسوم الهبوط تقريبا ومحسوم المراكز المتأهلة ومن بدر قوي عرفنا الفرق الصعدة أنت أصلا ممكن تخلص الجدول ده من شهرين ثلاثة هتقول لي يا عم كريم وفي مباريات في أفريقيا وفي مش عارف سوبر والحاجات دي مش محسومة في الكاف والكاف بيعمل فينا وبيسوي فينا يا سيدي أعمل مواعيد مقترحة يا سيدي يقول مؤجلات بمواعيد سبتة يعني ما تقوليش لأجل غير مسمى لو حصل أي ظروف هتأجل في مباراة هتأجلها في المعاد الفراني يا سيدي في 80 حل يا سيدي اشتغل مهما عكامل لاحترام بقى يسمح لي يعني وأنا والله بحترمه جدا وبحبه جدا بس لأول مرة شوف أنا الوحيد تقريبا اللي لأول مرة هنتقد كابتن عامل حسين لأول مرة شوف يعني الكابتن عامل حسين تحديدا مستباح من الجميع كل الناس تنتقدوا هتهجموا طول الوقت بس كنت أحيانا أو في كثير من الأحيان قلت مثله بعض الأعذار ماهو يا فندم طول ما حضرتك شغال بالورقة والقلم وعمل ترسم خطوط وحاجات كده عمرنا ما هنتطور لو انت فاكر ان هي دي الشطارة والبراعة واللي بتعمله محدش بيعرف يعمله فانا آسف انا آسف احنا في 2024 شهرين كمان وحنبقى في 2025 ما فيش حد بيرسم بورقة وقلم ما بيعملوش كده في الدولة الانجليزي ولا الأسباني ولا الفرنسي ولا الإيطالي ولا دوريات كمان جنبنا فيش حد روح جايب ورقة طويلة كده عريضة ايه مش عارف 15 ولا بيسموها ايه وروح ماسك ورقة وماسك الألم وعمل يرسم هنا خطوط واربع خطوط وشرطة واربع خطوط وشرطة ده خلص خلاص عشان كده انت متأخر عمال ترسم وتفنن كفاية كفاية تأخر مش عايز اقول حاجات تانية احنا بعيد قوي شهر بحاله من انتهاء الدولة الاخير ومش عارفين نعمل جدول وبعدين الكوميدي في الموضوع سمعت حد بيقولك غالبا الاهل هيوقع على اقرار انه ما يطلبش مؤجلات او ما فيش مباراة هتأجله ولا مش عارف هيحصل ايه يا راجل عيب يعني اللي فكر كده ولا اللي اقترح كده ولا اللي بيشوف كده عيب عليك لو كنت مسؤول في الكورة في مصر عيب عليك عندك لوائح ونظام تطبع كل يعني لو الاهل طلب تأجيل مباراة عندونا حق هتقول له لا مش هينفع وخلاص خلصنا طلب تأجيل مباراة عن حق اتجله طبقا لللواح اللي عتحطها اللي هي فين دي اصلا مش شايفينها كمان يا جماعة التأليف ده ايه التأليف ده يا ريتنا بنشتغل بعلم احنا لسه بقولك ايه تعالوا نقعد بقى على القهوة قلت لنا يا عم اتنين شايف الخمسينة هات بقى ورقة كبيرة معاك قلم يسطة هات القلم قعد رسم فيش كده عيب بقى كل موسم بنعيش نفس المأسويات عشان نفس الفكر ما بيتغيرش براحلكم واحد من الشخصيات العظيمة جدا في الصحافة الرياضية عالميا واحد من اهم اللي لم يكن اهم اسم في العالم حاليا هو بول مكارسي الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الانجليزية كان موجود في مصر مؤخرا في منتدى مصر الاعلام الرياضي اللي كان او بنظمه الشركة المتحدة للرياضة وكان كلامه رائع وحديثه ممتازة وكل رأي منه يتعمل كتاب استاذ يعني استاذ ما كانش ليش شرف ان انا حضرت الجلسة دي لسوق حظي كنت مرتبط بعمل وكنت من اكتر الناس الحزانة ان انا مكنش موجود في الجلسة دي اللي كان موجود فيها مئات الناس فقلت فرصة نلتقي عبر زوم الان نسأله على كل الاسئلة اللي كان نفسي اسألها له وما كانش لقى الحظ ان انا بقى موجود في هذه الجلسة يا فندم مشرف ومنور سعداء جدا بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا سيد رمزي انا سعيد جدا انا سعيد جدا لتوجودي معك الليلة انا قضيت وقتا رائعا في الاسبوع الماضي في مصر انا حضرت المنتدى بالفعل وكان وقتا عظيما مع الصحافة المصرية كنت موجود في اليوم الثاني انا شخصيا يعني وبحثت عنك كسيرا لسوق الحظ ملتقتش بيك فطلبت من زملاء ان احنا نلتقيك عبر التلفزيون المصري واسألك كل الاسئلة اللي كان نفسي اسألها لك في المؤتمر والاول قبل ما اسألك على اي حاجة قل لي التواصل ما بينك وما بين الشباب المصري خلال هذا المؤتمر حسيت بي شفت ايه في الشباب المصري اللي كان موجود في هذا المؤتمر اعتقد ان انا كنت محظوظا ان اتي الى القاهرة ثلاث مرات حتى الان انا دائما انا دائما ما اكون معجبا ومندهشا مما اراه من الحماس ومن الشغف في كرة القدم في الصحافة المصرية في الاعلام المصري كل شيء مجموع اعتقد ان هذا الشغف الذي لديكم يا شباب في مصري اعتقد انا 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 محظوظ انا احسدكم على ما وجدته اعتقد ان ما وجدته يمكن للصحافة والاعلام الانجليزي ان يتعلم منه يوم ما سؤالي الاول لك كثير من الناس وانا عملت كالصحفي في كثير من الاحيان يتحدثون ان الصحافة بمفهومها الاكاديمي بدأت تتلاشى روايدا روايدا في وجود مواقع التواصل الاجتماعي رأيك ايه فيما يقول ان الصحافة بدأت تختفي اعتقد انه سيوجد دائما مكان للصحافة في العالم اعتقد ان الناس تعرف ان الصحفيين يخبرون الحقيقة يجب على الناس ان يثقوا بالصحفيين ويجب على الصحفيين ان يتحلوا بالمصدقية والتواضع ولكن لا يجب عليهم ان يتعرضوا للضغط من الجماهير يجب على الناس ان تتفاهم ان كرة القدم او السياسة او الفن او كل هذه والترفيه الناس تريد فقط الحقيقة والمصدقية كثير من الصحفيين الان يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي لتوصيل المعلومات لديهم كيفية تعامل الصحفي مع مواقع التواصل الاجتماعي اعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي هي وسيلة قوية اداة مهمة لكل صحفي يجب علينا ان تذكر رغم ذلك ان القصة التي تخبرها كصحفي ربما لا تسعد ولا تعجب الجميع ولسوء الحظ الناس تعود اليك وتنتخدك وتقاتل ضد هذه الاخبار وتقول انها اخبار مزيفة يجب عليك ان تصبر قليلا ويجب عليك ان تنظر الى المرآة وتقول لنفسك انك تخبر الناس الحقيقة وان هذه افضل قدراتك لان هذا هو ما يقوله الناس على السوشال ميديا وعلى الوسائل التواصل الاجتماعي اعتقد ان الصحفي يجب ان يجلس مع نفسه اولا ويجب ان يتحلب المستقية قبل ذلك هسألك سؤال يخصنا هنا في مصر وحتى في انجلترا في كثير من الاحيان في لقاء الصحفيين مع المصادر سواء مدربين او لاعبين في المؤتمرات الصحفية ماذا تقول للصحفي اثناء حضوره في المؤتمر الصحفي لمدرب او لاعب بعد مباراة قبل مباراة كيف يتعامل باسئلته مع هؤلاء خاصة انك لمست في كثير من الاحيان في كل اماكن العالم انتقادات من المدربين انتقادات من اللاعبين للصحفيين كيف يتعامل الصحفي مع المدرب او اللاعب نعم ما يجب عليك ان تفعله هو خلال هذه المقابلات هو ان تنظر الى الموقف برمته وان تحترم الشخصية التي تحاورها هذا ما يجب على الصحفي ان يتحلى به اذا كان هناك مباراة تلعب والمدير الفني او اللاعب كان لديه نتيجة سيئة يجب عليك ان تراعي هذا يجب عليك ان تتحلى باللبقة او اليقة الكاملة بالطبع ليس كل الشخصيات تتحلى بهذا ولكن يجب علينا ان يكون الطريقة المحترمة ربما بعض الصحفيين يكون مشاجعين لبعض الانديو ربما يتمسكوا برأيهم ولكن يجب ان ينظروا للصورة الاكبر ربما اللاعب او المدير الفني فاز بالمباراة حسنا هو يكون هادئا لتقبل سؤالك في تطور حصل كبير جدا في عمل الصحفيين وفي المقابل تطور كبير فيما يخص المصادر بمعنى ان الصحفي الان لديه ادواته ولكن في المقابل المصدر اصبح يتقادى اجرا مقابل لقاء الصحفي وهذا صعب كثيرا من مهمة الصحفي سواء رياضي او غير رياضي كيف يتعامل الصحفي الرياضي مع مصادر لا تقبل اجراء حوارات الا بمقابل ماله نعم انها مشكلة ولكن يجب ان نتعامل معها يجب ان نتعايش معها كل هذه اللقاءات نحن عموما لدينا هنا في انجلترا لا ندفع لمصادرنا ولكن هذا ما يدفع بعض الصحفيين لاختلاق بعض القصص بخصوص بعض الناس وهذا لا يصح يجب عليك ان تبني العلاقات الجيدة مع الناس لتحصل على الحقيقة التي تريدها الامر يختلف قليلا في بريطانيا عن مصر مثلا نحن لا ندفع لمصادرنا لا ندفع للقصص ولكن ربما احيانا يكون هذا الامر خطرا اذا الفت قصة اذا دفعت مقابل قصة لتخبر الحقيقة طيب سؤالي القادم ليك يخص تعامل الصحافة الانجليزية مع لعبنا المصري الدولي محمد صلاح هل ترى ان التعامل دائما تعامل جيد هل صلاح يحترم ويحب الصحافة الانجليزية ام لا يحب الصحافة الانجليزية دائما ما تكون الصحافة الانجليزية على علاقة طيبة مع محمد صلاح هو دائما ما يتم اختياره كافضل لاعب من رابطة النقاد الرياضيين في انجلترا ربما هو يأتي للعشاء اتى العشاء مرة او مرتين الاحتفال الرابطة دائما ما يكون متواضعا مع الصحفيين هو دائما محترم ودائما يحترم الصحفيين ويعمل بالمثل اعتقد انه في رأيي الشخصي هو واحد من افضل عشرة لاعبين قد اتوا للدور الانجليزي في التاريخ هو يختار لقاءاته بعناية هو اختار بقاءه في ليفر بول لموسم اخر وكان هذا الاختيار محل ترحب من الصحفيين الانجليزيين اعتقد ان الصحافة والاعلام الانجليزي دائما يخبرون الحقيقة بخصوص موقف محمد صلاح في انجلترا هل في قواعد تم تأسسها او موجودة في رابط كتاب الانجليزية يتعامل بهذه القواعد الصحفيين الانجليز فيما يخص القواعد الاخلاقية فيما يخص التأكيد على فكرة انه الاخبار تكون تبقى لمصادرها دون اشعاعات هل تراكبون هذا الامر باي شكل من الاشكال نعم 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 لدينا معايير وتحذرات وامور خاصة بالتغطية وكيف يتعامل الصحفيين مع وظيفاتهم مع انفسهم اذا حافظوا على هذه المعايير ربما يكونوا اعضاء في اتحادنا فربما هذه المعايير يتم التطقيق عليها في رابطة الكتاب الانجليز لماذا يقال دائما ان الصحافة الرياضية الانجليزية تحديدا هي صحافة قاسية جدا على اللاعبين والمدربين وعلى المنظومة الرياضية في انجلترا دائما هذه السمعة مقترنة بي الصحافة الانجليزية عكس اي صحافة رياضية اخرى في العالم اعتقد لاننا لدينا صحافة حرة نوعا ما رأي حر نوعا ما ربما لدينا بعض الاراء القوية ولا نمنع عن نقول ذلك فبالتالي اعتقد ان هذه الاراء من المهم اعتقد اعتقد نفس الامر اذا سألت بعض الصحفيين المصريين عن بعض الاندية في مصر كالزمالك ربما يراعي الامر يراعي الجماهير ويراعي جماهير الفريق الكبير كالاهل او الزمالك ولكن هذا الامر ربما يحافظ على هذا التوازن في مصر لكن في انجلترا الصحفيين يهاجمون بشدة الاتحاد يقولون رأيهم بحرية تجاه الاندية اعتقد ان هذا ان اي صحفي محظوظ اذا كان لديه فرصة على هذا التقرير خصوصا في الصحافة المكتوبة او في الصحافة المرئية اعتقد ان لدينا الحرية لننتقد وهذا امر جيد انا ننتقد الموديل الفني اللاعبين الاتحادات فاعتقد اننا محظوظون لهذا طيب بمناسبة انطلاق غدا ان شاء الله مباريات دوري ابطال اوروبا بالنظام الجديد رأيك ايه في النظام الجديد لبطول الدوري ابطال اوروبا اعتقد انهم يتقدمون اعتقد ان النظام القديم لمرحلة المجموعات كانت او نظام الخسارة كانت متوقعاً ما بالنسبة للجميع لبعض الفرق او لفرق معينة ولكن الان الجميع يلعب امام فرق مختلفة في اجواء مختلفة اعتقد ان الامر مثير للاهتمام اعتقد ان ربما يكون بعض المباريات متوقعة للنتائج ولكن يظل الامر حماسياً اعتقد ان الجماهير ستهتم وتفرح بهذا الامر بول مكارسي الرئيس التنفيذي لروابطة كتاب كرة القدم الانجليزية انا بشكرك شكراً جزيلاً على هذا اللقاء على تلفزيون المصري برنامج رقم عشرة واحد من اهم اهم الصحفين على مر التاريخ واحد من اهم الصحفين في العالم وتحديداً في انجلترا سعيد جداً بهذا اللقاء بصراحة سعيد جداً به طيب الرجل دخل علينا واحنا في وقت ايه نكون عاملين فطفة فيها على بعض بس كانت مداخلة واللقاء مهم جدا الدورة يا جماعة بالشكل اللي احنا شايفينه ده وخليك فاكر واقول لك كلمتين أبرك من مية احنا دوري جديد اللي هيبدأ الله أعلم امتى الله أعلم امتى بالشكل ده مش هنبقى متفقلين به أنا عايز جدول عايزين شوف جدول عايزين نشوف جدول يا جماعة جدول الدوري عشان نبدأ نقول ايه بقى للناس محترمة جداً بتحط الجدول واللقاء الله يا جماعة اخدوا بالكو عشان ممكن يحصل كذا لو سمعتوا يا جماعة ندي حد ده ملحوظاتنا ونمسك ايد في ايد كده ونقول يا رب ان شاء الله يبقى حالة كرة المصرية افضل جدول منتظم يبقاش فيه مشاكل مفيش نادي يطلب تأجيل وما فيش ربطة او لجنة المسابقات تقول اموة فينا على التأجيل ده وخلاص يحطنا جدول من اول للاخر احنا نستحق والله نستحق طيب معايا عبر الهاتف الآن أستاذ شريف صالح عدو ربطة الاندية المصرية المحترفة يا فندم مشرف ومنور سعيد جداً بتواجدك معايا أنا كنت لسه بسأل دلوقتي هو الدوري الجديد بتاعنا امتى يا فندم بنسأل الدوري امتى بقى انه شهر مخلصين الدوري القديم والحال الوقتي مش عارفين الدوري الجديد امتى واعنا بقى انه شهر عشان لسه الاندية بتستعد ولسه ترتيب للدوري الجديد لسه بيتم يعني ان شاء الله يوم الاربع هيتعرض على الاندية المقترحات الشكل الدوري لو هم وافوا على مقترح منه ان شاء الله يتعامل على طول الجدول الخاص بالدوري اه بس يا فندم الاندية بتستعد بس هم مش عارفين يلعبوا امت؟ هم هيعرف ازاي؟ هم مش هيعرف الا اندية نفسها تستقر على شكل الدوري اه الاندية الحالات مستقرتش على شكل الدوري ان شاء الله هم الاربع في اجتماع مع كل الاندية اه وهيتعرض عليهم تلات مقترحات للدوري هاي عشان يختاروا واحد منهم اه منهم دوري مجموعتين ودوري بنظام جديد ودوري بالنظام القديم ده اللي انا فهمه يا نسا اه دول التلات مقترحات فعلي نقول الدوري بالنظام التقليدي والمجموعتين اه والدوري من دور واحد ثم اه اول عشر فرق يلعبوا بعض والاخر ثمان فرق يلعبوا بعض اه انت بتستشعر الاندية رايحها الاني نظام اكتر اه يعني انا ما اعرفش لكن احنا كربطة بنحبز اه اللي هو الدوري من دور واحد ثم العشرة يلعبوا بعض على اساس ان ده موسم استثنائي نقدر من خلاله ان احنا اه نعدل مواعيد الدوري بحيث نقرب من الدوريات الاوروبية اه لو موسم استثنائي هيبقى مقترح يخلص امتى اه هو ان شاء الله الموسم استثنائي ده يوفر شهرين يعني ممكن ان شاء الله في خلال ممكن في تلاتين ستة يكون يخلص بإذن الله في تلاتين ستة هيوفر شهرين يعني لو لعبنا بالنظام التقليدي القديم احنا بنتكلم تقريبا في تلاتين تمانية لا ممكن التقليد القديم بس نحاول نضغط شوية برضو المغاريات وما فيش كمان بطولة افريقيا امم افريقيا ده خمسة واربعين يوم بمع بعض الضغوطات ممكن تقيل لي شوية لكن هيدغط الفرق اكتر عزيزي كده بنحبذ الشكل الجديد او المقترح اللي هو الجديد اللي كموسم استثنائي فقط يعني هل فيش مقترح انه الاندية وتحديدا النادي الاهلي يوقع على اقرار او تعهد انه ما يطلبش مؤجلات؟ هل ايه كلام ده حي يا فندم؟ يعني ايه ما يطلبش مؤجلات حضر التقسي يعني هو الاهلي الاهلي اولا ما يطلبش مؤجلات او اي نادي ما يطلبش مؤجلات هو الاندية اللي بتشارك في بطولات افريقيا مثلا اللي هتلعب ثلاث مباريات مدة بينية ثلاث ايام اذا كانت بتلعب محليا ومدة اربعة ايام اذا كانت بتلعب خارجيا وده اللي بيحصل بالضبط ولكن لما بيوصل للأدوار النهائية من حقه ان هو يتأجله اه ممكن تأجله اسبوع مسلا لتأجله مبارا هو ده بس اللي من حقه لكن ده طبقا لللايحة مش طبقا لطلب في الاندية هل الاسبوع ده يا فندم بيبقى في اللايحة؟ اه طبعا موجود كده بالنفس احنا بيعملش اي حاجة اللي باللايحة ومش كده الناس ما عندهاش معلومات وفي فكرة اللي احنا الاهلي بيطلب تأجيل لهم عملين له تأجيل لا هو الاهلي عشان بيشارك في بطولات كتير كتير الاهلي يغيره يعني اه يعني الاهل والزمالك وكان الفرق من الاهل والزمالك مباراتين فقط عشان الكاس العالمي الانديه اه اه برامز كان ليه بتأجيلات كتير جدا برضا كتير اه اه اي نادي بيشارك في بطولات افريقيا بيبقى له تأجيلات اه تبقى لللايحة الليحة بتقول يعني اللي هو بس الادوار النهائية هي اللي ممكن يبقى فاها تأجيل لكن الادوار العادية الاولية المجموعات بتبقى اه ليه اربعة ايام في الخارجي وثلاث ايام في المحلي اه الربطة هرجع تاري بس لنقطة بتاعت النظام الجديد للدولة الربطة ميالة ليه النظام الجديد اللي هو من دور واحد اه لو الانديه قالت ان احنا هنلعب دوري بشكل تقليدي هاي الموضوع ده هيخلينا نشوف موسم طويل زي المواسم الماضية اه احنا هنعرض تلات حاجات بايجابياتها وسلبياتها وهما اللي بيقرروا احنا اصلا ممثلين للانديه واحنا تحت امر جمعية العمومية للانديه هم فهما اللي يقرروا لو هما قرروا وخلاص عايزين القديم احنا هنلازم ننصع لها امرها اه الانديه فاندم في الشكل التقليدي ليه ايه عشان يعني احنا سألنا كتير من رؤوسائي الانديه او المسؤولين في الانديه قالوا ان احنا عايزين شكل تقليدي شكل التقليدي ده ليه الانديه احنا عندنا تمنتاشر ناديه اه حضرك سألت كم واحد بنتكلم تقريبا في سبعة تمانية لا ما اعتقدش مش سبعة تمانية احنا هنشوف احنا اعرض عليهم لجابيات والسلبيات ونشوف انا بس الوقت كنت هجيب لحلاج الوقت الاسماء كمان سبعة تمانية بس تمام سبعة تمانية بس تمام طمانتاشر عما دايس سبعة تمانية دول مش هما الاغلبية بس انا ما اعرفش باقي حضرك حاجة وحضرك بتبقى كمبدئيا ممكن اي حد يكون رافض لكن لما يتعرض عليه فعليا بقى ويبعنده المعلومات اللي يقدر من خلالها يكرر ده هتفرق كتير جدا يعني احنا بنعرض عليه بالاجابيات والسلبيات وده هيوفر ايه وهيعمل ايه وده بيساوي ايه ايه اللي ممكن يعني هيفرق معاه في ايه اه ده في الخلاله يقدر هو يكرر بقى الممثل نادي او رئيس نادي هيقدر يكرر فهيتفرق كتير في التصويت برضى عظيم طيب فيه شعال بطبيعة الحال تسمعته كتير النهاردة وكل الناس بتسأله هو الاهلي هيستلم امتى درع الدوري اه الاهلي هو يعني طلب يتأخر شوية عشان كان فيه اللعيبة بتاعتهم سفرة وفيه اجازات والمدرب والجاز الفني فهو اللي طلب تأثير شوية وان شاء الله هيتم الترتيب معاه ويتعمل احتفال كبير في قاعة بإذن الله هل فيه مكان مكترح لاحتفالية درع الدوري حتى الان لسه والله لسه لا بيقرر يعني ان شاء الله يعني هيعلن قريبا كده المعاد خلال فترة معينة يعني اقصى مندة ممكن المعاد يتم فيها تسليم الدرع الدوري امتى اه انا والله لسه حتى الان لان احنا لسه ما فيش اشتفاء حصل لكن هيبقى قريب جدا طبعا ان شاء الله هل ممكن يبقى بعد السوبر الافريقي مباشرة ولا ممكن يبقى قابله والسوبر الافريقي ممكن ممكن المهم يبقى قابل الدوري احنا اه المهم يبقى قابل الدوري اه طبعا سيد الشريف صالح عدوا رابط الاندية المصرية المحترفة بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه الردود والمعلومات المهمة بشكرك يا فن بحترم انا الناس اللي بتخش ترد بهدوء وتشرح وتفاهم بحترمهم معموما يعني سواء اتفاقنا او اختلافنا بس ايدي المعلومات للناس ووضح لهم سيد الشريف عمل كده بشكل رائع جدا طيب مش عارفة كل حاجة عندنا لازم تبقى علامات استفهم والغاز بتفهمش الدورة نظامه ايه لسه منشوف الدورة هيتعلن امتى لسه منشوف الدرقة هيتسلم امتى لسه منشوف طب هيتسلم فين لسه منشوف ليه ليه كل حاجة صعبة ليه كل حاجة فيها حاجة صعبة بصراحة شديدة عشان احنا مصعبين على نفسنا عشان مش عادة اقولها ازاي فيه ناس بتسهل يعني فيه ناس بتعرف تخليها سهل بس احنا بنحب الناس اللي بتخليها صعبة اتمنى تكون مفهومة يعني نروح ليه اخبارنا النهاردة بحسب معلوماتنا هناك تحرك مبكر من ادارة النادي الاهلي او من شركة الكرة بالنادي الاهلي لتجديد التعاقد مع سنائي الدفاع الرائع في النادي الاهلي رامي ربيعة وياسر ابراهيم الاتنين العادة بتاعهم يخلص بنهاية الموسم اللي هيبدأ ده بنهاية الموسم اللي هيبدأ فالاهلي عشان ناشطرة وناس بتشتغل وناس مقتهدة وناس مركزة وناس 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 قالك بدري بدري كده نجدد للاتنين ياسر كان مدافع ممتاز عيه ما لعبش جزء كبير من الموسم الماضي ورامي ربيعة من افضل افضل المدافعين اللي موجودين في كرة القدم المصرية حاليا اساسي مع الاهلي اساسي منتخم مصر ورقة مهمة جدا ومستوى ثابت بقاله فترة بشكل رائع جدا فطبيعي الاهلي يفكر في تجديد التعاقد للاتنين ده بالنسبة من رامي ربيعة وياسر ابراهيم بالمناسبة بالمناسبة الاهلي يعني الشيء بشيء يذكر يعني نهارده الاهلي كان عامل مؤتمر الاهلي عامل مؤتمر كده مع شركة للزكاء الاصطناعي الاهلي بيعمل شراقة مع شركة تشتغل بالزكاء الاصطناعي في عملية استشفاء اللاعبين والكشف المبكر عن الاصابات وتفاصيل كده حاجات طبية يعني وأجهزة وحاجات هتحط في النادي أنا بس واقف عندي ايه يعني التفاصيل دي كلها الاهلي بقى هيعلنها علميا خلال الايام والساعات القديدة القادمة أنا واقف عندي ايه عند الاهلي سابق يا جماعة سابق سابق جدا عمالي يبعد واضح يعني هيقولك إيه اللي حيعمل ده بيجامله الاهلي ملاقاش علاقة خالص أنا عايز كل الانديها تعمل كده بس الاهلي بياخد خطوات له قدام بيشتغل بشكل رائع بيشتغل بشكل مميز بينجز 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 تلاقي بعد كده حد يقولك يا أمو واصل الاهلي بقى ما شايف شركة ايه بتجامله واصل الرائع ده بيش عاب بيعمل ما فين بقى ياخد الدعوة ومشكور النادي الاهلي أرسل لنا دعوة لحضور هذا المؤتمر بس اللي ظروف في العمل ما قدرناش نروح الدعوة اللي مبعوثة شيك فيها كيو أركود للدخول فيها رقم الكرسي بتاعك فيها الترابيزة اللي هتوعد عليها حكاية يعني تقولي تفاصيل دي يا كريم يعني يا فرعية لا مش فرعية خالص تعرفك ان الاهلي كمنظومة بيشتغل ازاي مش كسة فريق كورة وجول حلو والحق القفشة جاب جول والحق كهربا جاب جول وسبب عليها الدافق مش الحكاية دي كده خالص دي آخر حكاية حلوة في منظومة الاهلي العظيمة برافو الاهلي بصراحة سابق طول الوقت سابق يعني دي حكاية حكاية أخرى حكاية أخرى مارسي الكولر بحسب معلوماتنا فيه تفكير من جانبه انه يوظف محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق في مركز الجناح في مباريات قادمة علما انه كهربا ده مركزه الأساسي انه هو جناح مش مهاجم هو عايز يستفيد من كهربا وفي حال كلة اللاعبين في مركز الجناح ووجوده سابق علي وتقلقه وحب يدي كهربا فرصة فكهربا ممكن يلعب كجناح مع النادي الاعي ده اللي بيفكر فيه ده اللي جربه مارسي الكولر في تدريبات النادي الاهلي ان يعود كهربا لمركزه الطبيعي الأساسي كجناح كجناح هل بقى كهربا جاهز بدنيا انه يلعب جناح بأدوارها الهجومية والدفاعية هل كهربا عنده الرغبة والقوة انه يلعب في المركز ده زي الزمان ولا لأ اكيد مارسي الكولر شايف وبما ان مارسي الكولر فكر في ده فيبقى شايف جاهزية عند كهربا خلونا نشوف خلونا نشوف دي حكاية حكاية أخرى بمناسبة الجناح الاهلي انا مش قولك المعلومة كاملة وقاسف النهاردة مش قولك كاملة عشان النادي الاهلي متكتم عليها جدا بس على الأقل اديك جزء منها عشان تبقى عارف مش معاودك انا اديك المعلومة منقوصة بس لو عارفها مش اخبيها عليك الاهلي بيقترب جدا 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 من التعاقد مع جناح أجنبش الأمور في اللمسات الأخيرة اللمسات الأخيرة اه يا كريم مين الجناح لس طيب جنسيته ايه لس هتقول لي انت ما عيفتش ليه هقولك الأهلي مكتم جدا هتقول لي ما هو الأهلي ما كانتش مكتم قبل كده هقولك في صفقات بازت في النادي الأهلي لما تصربت وراحت للإعلام والسوشال ميديا وكانت الأندية بتاعت اللاعبين دي بترفع في الأسعار لما بتشوف رغبة الناس على السوشال ميديا فالكابت المحمود الخطيب مع شركة الكرة مع أمير توفيق واغني احتياطاتهم جدا 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 المعلومات ما تتصربش ادامنا ناخد المعلومة دي بس انه العملية في اللمسات الأخيرة بالنسبة لجناح أجنبي جديد في النادي الأهلي أجنبي طيب نهاردة النادي الأهلي وافق على إعارة لعبه الصاعد أحمد عبدين مدافع أحمد عبدين مدافع جيد كمان لسفوف السيراميكا الكليوباترا لمدة موسم واحد في فترة الانتقالات الحالية والنادي الأهلي بطلب من مارس الكولر عايز اللاعب ياخد فرصة أكتر شايف أنه هو لعب بروميسنج شايف أنه هو واعد بس في ظل اللاعبين الموجودين في النادي الأهلي ممكن ما ياخدش فرصة في النادي الأهلي فيطلع إعارة مع نادي السيراميكا كليوباترا ياخد الفرصة يجيد مع نادي السيراميكا كليوباترا ويرجع النادي الأهلي مرة أخرى لو أجاد بشكل جيد دي حكاية حكاية اخر بحسب مصدر في نادي الزمالك كما اقول لك ده مصدر في نادي الزمالك اللي قال هون احكي لك الحكاية بالزلط النهاردة احمد فتوح تم اخلاء سبيله في القضية المعروفة دفع كفالة خمسين الف جنيه وتم اخلاء سبيله اخلاء سبيله ده بس عشان الناس اللي حكولنا بينها شوية في الحاجات دي فاهمين في القانون شوية اخلاء سبيله ده مش معناها افراج اخلاء سبيله يعني القضية شغالة بس هو هو على الاسئل هو في الشارع هو في بيته تمام لما الجلسة تتعمل ويبقى فيها حكم سواء بالبراءة او بالحكم عليه دي قصة تانية سيبك من الحكاية دي سيبك من الحكاية دي ومش بحب أخشها خالص عشان دي فيد القضاء فده من الحاجة في يد القضاء لا فيها رأي ولا فيها معلومات ولا فيها اي حاجة لحد ما تخلص نبقى نتكلم فيها ونقول كل حق احمد فتوح بحسن مصدر في نادي الزمالك الباب ما فتوح له انه يبقى موجود في تدريبات نادي الزمالك يعني الزمالك مش ممنع ان احمد فتوح يرجع للتدريبات لو حالته النفسية والمعنوية والبدنية تتحمل له وبرضه الزمالك ما عندوش منع انه اللعنة ما يبقاش موجود في التدريبات تقديرا لهذه الزروف حسب المعلومة الاكيدة هو خارج حسابات نادي الزمالك في مباراة الصوبة الافريقية تماما تماما احمد فتوح مقيد في القائمة الافريقية النادي الزمالك بس هو خارج الصوبة الافريقية امام النادي الاهلي يوم 27 لاسباب فنية لاسباب بدنية لاسباب نفسية بس هو مش هيبقى موجود في المباراة بس بحسب المصدر اللي في نادي الزمالك قال لنا انه مرحب به انه يعود للتدريبات في اي وقت اذا رغب في ذلك هو نفسه هو نفسه تبقى لظروفه النفسية اللي بيمر بيها في الوقت الحالي ده فيما يخص احمد فتوح حكاية اخرى بحسب ايضا مصدر في نادي الزمالك قال لنا انه ما فيش صحة تماما تماما لما تردد حول عدم عودة مش لاك مرة اخرى للقاهرة بعد حصوله على اذن بالسفر الى السعودية لجمع متعلقاته مش لاك اللعب البولندي بيتواجد حاليا في القاهرة واللعب ملتزم بحديثهم مع الادارة وهنتزم في التدريبات الجماعية غدا ان شاء الله بشكل طبيعي قصة مبنزة خلت الناس عمالة تقول حاجات بس اللاعب موجود مع نادي الزمالك خلص حكاية وخلصت يعني طيب نادي الزمالك نادي الاسماعيلي عفوا نادي الاسماعيلي من ازمة لازمة كل ما نقول الامور هدئت وكل ما نقول الامور باعت احسن تلاقي نفسك دخلت في ازمة جديدة النهاردة الاسماعيلي تدقى اختار جديد من الاتحاد الدولي لقرة القدم فيفا باقاف القيد لمدة فترتي انتقالات فترتي انتقالات يعني الصيف ده فترة انتقالات الصيفة دي وفترة انتقالات الشتوية ده رغم سادات الاسماعيلي للعديد من مستحقات لعبيه السابقين والتصلح في اكثر من قضايا الاسماعيلي قدم التماس الى فيفا لرفع ايقاف القيد وارسل العديد من المستندات اللي بتأكد انتظامه في دفع المستحقات المتأخرة نتمنى من الامور تعدي عن نادي الاسماعيلي وزي ما تركهم برحل اسماعيلي ما زال في مرحلة البحث عن مدير فني جديد ما بعد الراحل رحمة الله عليه الكابتن ايهاب جلال ما زال في رحلة البحث حكايات كتيرة الاسماعيلي ما بيخلص حكايات بسوء حظه يعني نهاردة نادي الاتحاد اسكندري اتم التعاقد مع لاعب برتغالي جديدة دي لاعب برتغالي اسمه فليبي سامينتو ده لاعب كان بيلعب فيه هو لاعب وسط بالمناسبة وصنع العاب يعني بلاي ميكر يعني لاعب يعني ممكن يلاعب 8 يمكن يلاعب 10 جاي من نادي جورنك البولندي بعقد يمتد لسلاسة مواسم فليبي كان لعب في بنفيكا البرتغالي ولعب لعدد كبير من اندية اوروبية ايضا من اكاديميكا البرتغالي وكلوج الروماني ودينامو بوخارست الروماني وليفا تياكوس البولغاري لعب لاكتر من نادي هنشوفه ونتمنى يكون اضافة بقلق انا من اللعيبة الاوروبية يعني الزماني جايب لعب بولندي الاتحاد جايب لعب برتغالي بقلق شوية بس خلونا نشوف خلونا نشوف هتقولي ليه بتقلق ولا قصدوا اللعيبة الاوروبيين دول تحديدا يعني بيحبوا يفضلوا في اوروبا يفضلوا هناك يعني احنا اللعيبة اللاتينيين ما بيجيبوش معنا سك ما بالك انت اللعيبة الاوروبيين لعلوا عسى لعلوا عسى خلونا نشوف مش مش بسبع يعني بقول ان هم هيفشلوا وارد ان هم ينجحوا طبعا بس هتقول تفكر فيها كده بالمنطق ما بتلاقاش جايبة يعني خلينا نشوف منتخب مصر النهاردة لكرة اليد الشباب مواريد 2004 تحت قيادة المدرب الرائع جدا كابتن طارق محروس حق لقب افريقيا بعد ما تفوق على المنتخب التونسي مستضيف البطولة بنتيجة 29-25 ألف مليون مبروك لمنتخبنا الوطني وألف مليون مبروك للكابتن المحترم طارق محروس دايما نكورت اليد انجازات وبطولات وفي كل حاجة بقى شباب نشيئين كبار روعة الروعة كمان يعني هنسب كاملين مع حضراتكم بعد الفاصل هاي شرفني وينورني نجم الكبير كابتن أحمد بلال خليكم معنا موسيقى يهلا بحضراتكم مرة أخرى بص التقديمة دي بقى مختلفة شوية عشان هحكي لكم حكاية خاصة يعني بالنسبة لي انتو ممكن في جيل صغير كده ما شافش أحمد بلال في الملعب بس بالنسبة لجيلنا احنا احنا عيشنا بقى أحمد بلال واحنا ايه بدأنا نفهم كورة أوش أحمد بلال كان مهاجم استثناء في مصر كلها مش هبالغ لو قلت لك واحد من أهم المهاجمين في القرى الأفريقية استثنائي يعني ايه استثنائي مهاجم خارج منطقة الجزاء بيعرف يشتغل داخل منطقة الجزاء بيعرف يشتغل رجل اليمين شغالة رجل الشمال شغالة سلام على راسه والهد بتاعه حرفانة موجودة سرعة موجودة أحلى حاجة أنا كريم بقى اللي كان بيحبها في أحمد بلال حطه تحت أي ضغط مدفعين هيستلم الكورة وهياخدها ويلف ويدخل جول استثنائي في كل شيء عنده عرفت المهاجم يقولك ايه هو ميزة المهاجم ده انه عنده المهارة الفرنونية والمهارة التانية هو تقريبا كان جامع كل مهارات المهاجم عشان كده على المستوى الشخصي على مستوى يعني انه هو نجم كبير بحبه جدا وسعيد جدا هو ديفي في هذه الفقرة كابتل أحمد مشرف ومنور سعيد جدا بتواجدك معايا بنا خليك كريم انت لوحشني جدا 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 والله وبقالي كتير ما شفتكش وبقالي كتير ما عدتش أنا لحظي وحش والله يعني لكن بستمتع بيك طبعا وعمل شغل جامد جدا والناس اللي معاك طبعا عاملين شغل هايل جدا 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 وبتشتغلوا في حتة تانية خالص بعيدة عن الحتة اللي الناس بتشتغل فيها عشان كده دايما متقلق يعني يا ربي خليك بجد يعني فان شاء الله اتمنى لك الاستمرارية دايما بإذن الله وحشتنا الله يخليك يا رب تسلم بجد والله وحشتنا حتى النوعية دي من المهاجمين يعني ما بقاش موجودين خالص المهاجمين دي والله أنا أنا كمان صحيح نفسك تحرك اه والله يعني أنا يعني بتمأنا على فكرة أنا كنت بتمأنا بقى مدرب عشان أطلع يعني أطلع ومدرب متخصص يعني مش مدرب أنا راجل بشتغل تخصصي مع المهاجمين اه يعني كان نفسي لأن أنا في فترة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت بنتفرج على المهاجمين فعارف انت قعد بتتفرج فانت كرة لما تيجي للمهاجم فنفسك تقوله تبديت سندها كده تبديت لف تبديت تتحرك تبديت حطها تشاب تبديت شطها بشمالك عارف يعني بتبقى نفسك تنزل الملحب انا متأكد وانت تتفرج انا متأكد وانت بتتفرج بالاهل اللي بيلعب عايز افتكر في الفاينال افريقيا او الماتش القابلي فاعدين انا واصحابي بنتفرج فالكرة جات تقريبا مش متذكر للإمام او حد فعايز بقى بشتغل في رجلاجة خبطت فعايز اقولك في دماج واحد يوم هرابية طبعا قالك انت مش فليس بتلعب اه 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 ده خب طب ليه بالمناسبة مشتغلتش الشغل ده يعني ليه مشتغلتش مدارة التخصصي دي حاجة اصلا كمان في مصر هنا مش مش موجود اه هي مش موجود ما اقترحتش ليه بص انا ما بحبش القصة تقترح عشان يعني لو قبلت بالرفض هيبقى انت مش يعني الامر بالنسبة لك هيبقى صعب اه يعني لو انت جيت مثلا قلت انا عايز اشتغل في الالي اصلا انا هشتغل فيه غير في الالي او في المنتخب يعني حاجة من الاتنين فهاشروف حتة تانية يعني فلو انت لو روحت وقلت انا عايز اشتغل الحتة دي تمام مدرب متخصص للمهاجمين وقبل الامر بالرفض هتبقى انت روحت في حتة مش حلوة بالنسبة لي انا شخصيان تمام فعشان كده اه انا ما حبيتش ان انا اعرض القصة دي لكن انا يعني يعني انا كنت حابب ده جدا جدا لان احابب ان انا اشوف ناس احسن مني في الملعب خد بالك على عكس ما يقال مثلا الناس تقولك لا بالعكس انا حابب ان انا اشوف ناس احسن مني كتير في المعلب تمام لكن مش مش معنى ان انا حابب اشوف ناس احسن مني ده معنى ان في ناس احسن مننا كتير في الوقت الحالي لا الموضوع مختلف المواهب قلت يعني ندرة المهاجمين مع مع كتر الافارقة مع انك بتشتري عايز تشتري لعيب جاهز مع قطاعات الناشئين مش ما بتفرزش لعيبة ده مخلي النهارده مصر بشكل عام مش قادر تتفرج على حد تستمتع بي مش منتظر حد او كمان انت بتتفرج على ماتش مش منتظر حاجة خارقة من لعيب المرأة لا اقول الله بالزبط لا لا خد مالك احنا زمان واحنا بنيلعب مثلا مثلا يعني زي الجيلة اللي قابلين كان يلعب مثلا كابت خطيب كابتر عبو زيد على ما يهو مثلا جمال عبد الحميد اللعيبة دي فت ده قط تستمتع النهارده ده النهارده الخطيبة هيلعبوا وفليكس فقاعد انت قاعد بتتفرج ولو فلان في يوم مش في يومه البقى هيبقى في يومه بالزبط يعني واحد وقت نهارده نهارده طبعا في مجموعة من اللعيبة انت قاعد مستنيها انت كولد صغير نفسك بتحب الكورة قاعد مستني اللعيبة دي تشوفهم وبيعملهم في مرة بتحركوا ازاي بيلعبوا ازاي بيجيبوا جانس ازاي بمهاراتهم عاملة ايه النهارده مثلا هاتلي ولد صغير قاعد مثلا منتظر لعيب رأس حربة مصري كده او بليميك الرقم عشر مثلا هنتكلم في الحاجات المحببة للجماهية الناس اللي بتسجل او الناس اللي بتسمع بالزبط الحاجات الممتعة وقاعد مستني كده قاعد يتفرج عليه لكن النهارده انا هستمتع مثلا بالليجواني اللي هجيبها مثلا فلان مش عايزه والاسماء او بالثروباس والترئيسة اللي عملها او بالسرعة الفائقة زي ما كان مثلا بيب وياسر رايان عندهم السرعات الجبارة دي صعب صعب تلاقي الحتة دي مش موجودة في الوقت الحالي فانت قاعد بس انت بتشجع النادي اللي بتحبه هل انت مستمتع ممكن ما تبقاش مستمتع لا ليه قلتلي اصلا مش هينفع اشتغر في الاهلي او منتخم مصر مش عارف حاسس ان خد بالك عشان دول الندين او دول الحاكتين الحتتين اللي فيهم اولا استابلتي تمام فيهم قدرات مادية يقدر يصرف تمام يبقى عنده ممكن يبقى عنده الفيجون دي تمام لكن اعتقد غير كده الامر صعب يعني اعتقد المدير الفاني بعد كده بيشتغل كل حاجة في باية الان دي في مصر مدير الفاني بيشتغل مدرب ومدرب عام ومساعد مدرب وإداري ومدير كورة حتى الزمالك يعني انا عارف انت يا خير الزمالك انت تراجب للعيب اهلي كبير بس لو الزمالك قالك مرسو الله تبتعال لا صعب علي هتاخد الجزئة دي لا صعب كمدرب لا صعب جدا نادي كبير كبير ومنحترم ونقدره طبعا نادي الزمالك وعنده جمهارية عريضة لكن انا بالنسبة لي انا صعب صعب جدا مش طالب ازاي اصنع مهاجم ييجي يسجل ما تزبطش معايا دي مش طيجي ها هتعلمه غلط طبعا هتعلمه غلط طيب بالمناسبة دي دايما اللقاءاتي معاك بتشوف ابتسامة بشوف كلام محترب بشوف كلام جميل ليه دايما لما في بعض الناس على السوشال ميديا تهاجم احمد بلال ليقولك احمد بلال مغرور ليقولك احمد بلال فاكر نفسه اهم مهاجم جيف التاريخ بتسمع الجمل دي حتى لما بعد بطول قراء اه ما انتو عندوكم في الصفحة شاتمين كتير مين فين مينها لم حادش يقدر اجتمت لم حادش يقدر اجتمت لم حادش يقدر اجتمت بص انا باقبل بص ترمى ترمى انت موجود في مكان عام تمام يبقى لابد انك تتحمل النقد امر طبيع جدا اخد بالك يعني ولما يقبلش النقد ما يشتغلش في الحتة دي او ما يتعاملش بيه خاصة اللي بيشتغل في الكورة سواء لعباء طبع او متابعين لكن الكورة لها جماهرية ومشجعين يعني تلاقي انت الناس بتبقى سابورت لك ياما ضدك ياما معاك ياما ضدك انت وانت بتلعب طبع انت بتلعب انت بتضيع فرصة تلاقي الناس زمية عليك تجيب جنب بعدها جنب بتاعك نفسه اعظم واحد في الكون اه طبع هو الفكرة بس كلها اللي انا عايز اقولها كريم انك انت ساعات مش مطلوب منك انك انت لازم عشان تبقى متوضع لازم انا ما بقيمش احد كشخصيه كسلوك او كعمل مثلا دمه خفيف ولا دمه اتقيل انت بتقيم كمهنة انا اشتغلتها بها مقاييس المهنة لاها مقاييس ومعروفة انت البوزيشن بتاعك كمان لما قييس معروف بتشتغل ايه بتعمل ايه بتسجل ازاي امكانياتك ايه قدراتك الفنية البدنية بس في ناس كابتر احمد يقول لك ايه لما جاء مثلا اسألك يقول لك انت ترتيبك ايه من افضل الماجمين لجوم في تاريخ مصر في واحد يقول لي بص لأ انا مش هحط نفسي في الترتيب انه يحط نفسه بعيد يعني يتجنب انه يحط نفسه وحطني انت او الناس ده برضو مش صح ليه 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 احط نفسي بعيد اه ليه ما احطش نفسي هل ده مثلا عشان انا قليل لا ولا عشان ابعد عن الحرج ولا عشان اخجول وحدد نفسي في الحد ايوه في ناس تعمل المكسوف لا طبعا لا ما بتكسفش انا لو يعني مثلا انت لما تيجي تقول لي التاريخ بتاع افضل راس حربة جيه في مصر بالارقام هقول لك حسام حسن فهم قصدي بالارقام طبعا اقول لك على طول يعني مش عايزة كلام لا ارقام ولا امكانيات لا ارقام هقول لك حسام حسن امكانيات هتقول لي مثلا يعني هتقول لي مثلا مين احسن بلاي ميكر جيه في تاريخ العرب هقول لك فعليا يعني بالاهداف وبتاع اقول لك مثلا ده ابو تريكا واحد من احسن الناس بالامكانيات بالارقام بالارقام برد لكن انا اقول لك امكانيات هقول لك طريق تايب مثلا يعني ده كان عبقاري طريق تايب احسن من ابو تريكا امكانيات بكلمك في المهارات الفردية يا حزم أم كان مهارته عليه جدا لكن أبو تريكي أفيد من حزم أم في أوقات كتيرة جدا فهي الناس مين أحسن مهاجم على مستوى التنية أنت أنت اللي جاءت الجرجم تاني أنا عشان كنت أحسن حسن بالأرقام أحسن مهاجم في التاريخ بطولات أفريقيا ولعب كاس عالم وسجل وتاريخ وأهدف النادي الآلي وكل حاجة أرقام أتيحت لحقبة زمنية ولعب فيها ولعب ماتشات كتيرة جدا جدا لو أتيحت الفرصة تمام مثلا لاي أنا شخصيا كنت أعجيب أرقام قددي مرتين مثلا يعني تمام لأن أنا الأرقام بتاعتي بتقول كده أنا أول سنتين في الأهلي جاب خمسين جول فأيام ما كنا بنلعب 16 فريق وبطولة أفريقيا كانت ماتش رايح جاية وما كناش بنلعب يعني وبروح للفاينة لمكانش فيه اهتمام كبير بحيطة أفريقيا الكنيات فنية كاس مصر مثلا أقول لك أهو أبيروغك أصدي أجماعة أخدوا بالك شغلت بس عشان الناس موك ما تفتكرش تمام كابتلا أحمد بلال وأنا كان ليا الشرف كنت بطلع معاه كمان نظيف كان مقدم جامد جدا مقدم رابيت جامد جدا فعشان كده برضو هو إيه عمالي واجيني ويجامني تمام ماشي تمام شغلتي شغلتي طبعا كابتلا أحمد فلو وتيحت لك الظروف أنك تلعب تمهلك على حاجة فضل ده سؤال يعني أنت كقدرات تمام رونالدو أرناين ولا كريستيانو قدرات رونالدو طبعا يعني واحد رونالدو رونالدو الظاهرة طيب بالأرقام مين كريستيانو بس خلاص الموضوع مختلف هل ده معناه أن كريستيانو مش لعيب كبير لا لعيب كبير مش كوالتي عالي جدا طبعا لا طبعا بس النهاردة المسيرة بتاعت رونالدو أرناين تمام اتأثرت بالإصابات والبعد عن الملاعب والغيابات الكتيرة وبلا ذلك فبالتالي هو ما قدرش يحقق الأرقام الكبيرة جدا اللي حققها كريستيانو طبيعي ممكن تبقى أنت عندك إمكانات عالية جدا جدا بس ما قدرتش تحقق الأرقام المناسبة بالنسبة لإمكانياتك وفي واحد أقل منك تمام أو اكوال بلاش أقل منك وجات للفرصة فحقق أرقام كتيرة جدا جدا اتحسبت ليه طبعا مش هنقول لا إمكانيات فنية من أحسن مهاجم جاء في تاريخ مردو إمكانيات فنية بس أنا بشوف الخطيب رقم واحد خطيب رقم واحد رقم اثنين ممكن يجي بعدي يعني بس أنا مش هقدر أصنف كابتن حسن شحاتغ لأنه كان بلعب شوية شوية عشر ما كانش بلعب رأس حربة صريح ومن ثم مثلا يجي أحمد بلال ويجي حسام حسن أيوة ويجي متعب أيوة ويجي جمال عبد الحميد ويجي عمر زاكي ويجي ميدو يعني 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 كابتن خطيب كابتن أحمد بلال كابتن حسام حسن كابتن مين بعد كده قلت قلت لجمال عبد الحميد كابتن جمال عبد الحميد وعمد متعب وميدو وعمر زاكي وعمر زاكي يعني دول بالترتيب كده. نازعلك منك اولا ما قلت ان انت افضل من وثامة ابو عالي. ليه اللي ازعلك كده. اه. عارف ليه. هقولك ليه. انا فاكرة انا من الناس اللي قلتك يا جماعة احمد لك اجامل جد. اه. بس ما هي بتتشرح يا كابتن احمد. يعني مثلا الناس اللي قلت فرحانة جدا من وثامة ابو عالي. انا مبسوط. انا كمان مبسوط. اه ما هيقولك بس. ما تنساش كمان ان فيه شباب صغير. ممكن ما شافوش احمد بالغاية في الملع. فهم ما شافوا مين شافوا وسام. اه. فخلاص وسام هو احسن واحد في التاريخ كمان. اه. ايه الفرق او ايه وجه التشابه. يعني الاتنين. ما بينك ومبين وثامة ابو عالي. يعني انت فارق عن وثامة ابو عالي في ايه. عشان الناس تبقى فهم. وقت ما كنت بتلعب. ده حاجات كتير مش حاجة راحة. اه. تمام. اه. وثام طبعا في ظل المجموعة اللي بلعب فيها. لا. حداف كويس. طبعا. يعرف جيب جول طبعا. اه. تمام. لكن. الصعوبات اللي بيواجهها وثامة ابو عالي. مش زي الصعوبات اللي انا كنت بواجهها هنا. اه. واحنا بنلعب. كنا كانت الفرق بتلعب تلاتة خمسة اثنين. كان بلعب بقى الصعوبات بقى اللي احنا كنا بنواجهها. ثلاتة خمسة اثنين دي. يعني معاك سنتر باك. وورا ليبرو بيغاطي عليه. فانت عشان توقت. يعني واحد بلعب عليك منتو 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 اللي بلعب عليك. فانت عشان تجيب. تعدي من ده. وتجيب جول. يعني انت عندك صعوبات كبيرة جدا. كوالة اللعيبة زمان. بنلعب حتى في الدول المصر وإفريقيا كمان. كانت أعلى بكتير جدا من كوالة اللعيبة في الوقت الحاجة. وقيس على كده الزمالك والإسماع والمصري ساعتها والاتحاد وغزن المحلة وكل الفات. صحيح. تمام. أولا الحمد لله بلعب رجالة اثنين. بلعب بلعب البوكس بشكل الحمد لله رائع جدا. تمام. بلعب بيمين وشمال. صح. بعمل كورسات رائعة جدا باليمين وشمال. الحمد لله قد مرات فردية بستخدمها بره بره التمنتاشر. صح. بلعب تحت ضغط كويس جدا جدا. الحمد لله رب العين. بلعب بناها كويس. يعني الحاجات بتاعة رأس الحربة الحمد لله. الحمد لله. تمام. أنا بس مش طويل شوية. بس الحمد لله بلعب بناها كويس. صح. يعني مش طويل. صح. بس بعرف حاجز كويس. الكورات العالية كنت بخدها. بخدها كمان. ايه مش بخدها بلعب بناها كدر. انا بخدها يعني. بوقفها يعني. تمام. ويسمى عندوش كل ده. لا انا بديك المميزات اللي عندك. عندك. لعنك. لعنك. انت كان عليك حدة التحجيزة. ده كان المدافع اللي كان بيدي. تحجيزة بس كنتش ماليف. ده أنا قلتها في الانترو. ده أنا ق وانت بحجز على الكورة. تمام. وقعد أنا بقى وانا بفرج أقول له يا أم مش هتخدها خلاص. كده كده هيلف بيك. فتروح لفف اللفة الوقت. ويبقى مدافع قوي يعني. مدافع يعني. لا بفعين زمان كان قويه جدا. بص واسام بلعب جول بوكس. تمام. يعني واسام لو خرج بره البوكس. مش هتحس بخطورة. دي رقم واحد. رقم اتنين. انا بديك الفرقات. هو طبعا جول بوكس رائع جدا جدا جدا. وعلى فكرة يعني. عينه كويسة على الجول. تم تمام. بيلعب من لمس واحد كويس قوي. تحركاته جوه البوكس حلوة جدا جدا جدا. تمام. تم تحرك كويس جدا. عنده سرعة كمان. سرعته عنده سرعة كويسة. تمام. يعني عنده الانطلاقة حلوة بتاعته. اللي نقشه. نعم. اللي نقشه. ينقصه انه يشتغل برا كويس. تمام. لانت الماتش اللي ما بيجيبش فيه وسام جول. انت بتحسش بيه في المعب. يعني ما بتحسش انه اعمل حاجة. انه كان. ان فيه خطورة. بيشكلها. يعني انت مثلا نتكلم عن الماتش اللي فات. الماتش سهل. حلو؟ ضيع فرصة. شوط الاول. كرة اللي تلعبته من وراء اللعيب. وحطها في الجنة. جاءت له وحطها تاني. تتفرج على الاداء الجمالي بتاعه. او الخطورة. اللي ممكن يصنعها كلعيب لوحده. لوحده. مش. مش. فهم يعني لوحده. يعني انا مثلا الكرة لما تجيلي. وكريم في ظهري. وكرته بقى ما فاش خطورة. وقام انا واخد الكرة. وراح على الجنة. وحطت الكرة. مثلا جاءت في العرضة. او جاءت بر. او او او. كده. كده انا بصنع. بصنع حجمة انا بنفسي. مش انا مش بترجم صناعة هجم. هو بيترجم صناعة هجم. لكنه ما بيصنعش هجمة لنفسه. ما بيصنعش فرصة لنفسه. لكنه هو بيترجم الفرص بشكل كويس. وده فرق ما بين لعيب ولعيب تاني. يعني فيه لعيب يقدر يصنع الفرصة. وفيه لعيب يترجم الفرصة. هو ما بيصنعش فرصة. هو بيترجم فرصة. بس بيترجم فرصة بشكل كويس. عشان كده بقولك. لما وسن ما بيسجلش هدف. قلمه لما تفتكر الخطورة بتاعته جوه. يعني اثناء الجيم. بشكل عام. لانه هو قليل جدا برا الملعب. سواء كان على طرفين الملعب. لما بينزل تحت او في نص الملعب. هو يدوب بيستلم ويسلم. يعني حتى فكرة انه ينطلق بالكورة ويمشي بها مترات كتيرة جدا. دي مش ما بتبقاش. مش فكرة بالنسبة له متاحة موجودة يعني. وبيحاول يسلم ويجري يطلع يلعب في البوكس تاني. ففي الفروقات اللي ما بينه وبينه كلها بره للتمنتاشر. بره للتمنتاشر. حلو الشرح. شفت الشرح حلو ازاي. عارف انت حاليا الجملة لما بتتأخذ وحدها كده. فالناس هب بلحق. ده بيقول مش عارف ايه. ما نشرح يا جماعة. دونيا واضحة. وتفهموا ليه. اصلا انت ممكن يبقى عندك وقت تشرح. وعندكش وقت تشرح. صح. فاهم. 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 انت لما بتيجي تشرح للناس. فهم الناس برضو محتاجت تتفرج علي. انا كنت بعمل ايه. عشان تبتدي تقارن. تقول. اه والله ده بص. ده بص بلال. بيلعب بشماله. بيلعب بيمينه. ده بيطلع بره. ده بيعمل كرسات. يعني هقولك الحاجة. انا مثلا عمل الابوتريكا 26-27 جول. انا. انا اللي عملهم. انا اللي عملهم. انا اللي بلعب برسل حربا. هو بلعب عشرة. تمام. وانا اللي عمله الجوان. عمل بركات مثلا 8-9. فهم. عمل خالد بيه واردها شحة اجوان كتير. فهم. طبيعة لا بمختلفة. انا زمان اصلا. اول ما طلعت. يعني كنت بلعب. انا صغير كنت بلعب برقام عشرة. فهم. أصلاً، أصلاً، تبعوا رأس حرب اللي وداني في حتة رأس الحربة دي كانت تخلق جدالة يعني كنت تبقى لب أصلاً عشرة ماشي، فكانت تخلق جدالة لا، لأ أنت تلعب رأس حرب ليه بقى لك كده؟ فبقول له أنت شفت فيه إيه؟ يعني أنا طول عمري يعني أنا من عندي 12 سنة بقى لعب يعني في القطاعات النشرين في الشرقية كنت بقى لعب رقم 10 فقال لي لأ أنا شايفك إنك تلعب رأس حرب قال لي كويس عجور جليك حلوة بتلعب بجمينك وشمالك وبتاع وإيه؟ بس يعني كنت لسه هطول كمان شوية فقال لي مع الطول كمان كان فاكر أنها نروح لمية وتمانين أو مية حاجة وتمانين يعني فمع الطول هتبقى عبقري فماشي، نجرب نجرب دلوقتي وعايز أقول لك الحاجة في القطاعنا الشرقية ده لأول سنتين يعني أول سنة كنت جايب مثلاً 45 جول أول سنة ثاني سنة بتاعها مثلاً 65 جول حاجة كده يعني يعني أرقام كبيرة يعني أرقام أهداف أخوز عملائي كبيرة كبيرة يعني فأولت حلوة رأس حرب رأس حرب رأس حرب مشي خلين يلعب رأس حرب أكمل رأس حرب أسألك بالمناسبة بما أننا جمنا سيرة وسامة ابو علي الجيل الحالي للنادي الأهلي ينفع يتقال عليه جيل ذهبي؟ بالأرقام طبعاً بالأرقام بص الحسابات دلوقتي تحولت تمام؟ تحولت لأن أنت النهاردة ما بقتش بتقارن اللعيبة كاكواليتي ومكانيات إنت مثلاً النهاردة تيجي تقولي الأهلي الأهلي جايب أربعة بطولات أفريقيا فاخر خمس سنين الموضوع مرعب جداً تمام؟ هل زمان ممكن كنت تتخيل أن يحصل كده؟ لا ممكن تاخد الخمسة السنة دي شو الله يعني فالأرقام بتفرد نفسها على الساحة لكن لما تيجي تتكلم في الكواليتي والفرقات لا طبعاً الجيل الأديم أعلى من الجيل ده بكتير بمراحل عديدة مراحل عديدة يعني جيل مثلاً الجيل اللي فيه أبو تريكا وبركات وعماد النحاس والجمعة وشدي محمد وسيد وجيل بيرت يعني جيل وماتعب طبعاً ده جيل عندهم إمكانيات رهيبة إمكانيات يعني كل واحد فيهم فرقة لو كل واحد حط نفسه وراح لفرقة هيقومها تمام؟ هيبقى السوبرستار بتاعها فتخيل دول النهاردة الكواليتي اللقيبة اللي عندنا دي كويسة حلوة حلوة للمعاصرين لكل الفرقة اللي موجودة في المتاحة في الوقت الحالي يعني أنت الزمالك كان عنده مين زمان؟ كان عنده حازم إمامه وبشري التابعه ومتحت عبدالهادي وطرق السعيد وطرق السيد وحسام حسن وابراهيم حسن ومكان يعني لما مشه وجمال حمزة وابو العلق وتمر عبدالحميد وعبدالحني معالي بص الأسماء تخد ازاي؟ طبعاً النهاردة فين الزمالك اللي خد خد بالك الكنفترانيات السنة الفاتت برضو مبقيتش قوي يعني كان وغد الكنفترانيات السنة الفاتت هل الأسماء دي حتى قريبة من الأسماء دي؟ طبعاً الموضوع الفرقات كبيرة جداً سوى إذا كان للأهل للجيل الحالي والأهل الزمان أو للزمالك الجيل الحالي أو للزمالك زمان عايز قبل ما نروح للفاصل أسألك السؤال هل فعلاً مصر لا تملك مهاجم سوى مستوى محمد؟ حقيقي لا تملك ما فيش غير مستوى محمد؟ خالص ولا مستقبلاً ولا مستقبلاً ليه؟ أنا فرجت على 2003 المنتخب ملاقيتش حد فرجنا على 2006 المنتخب اللي خرج برضو من التصفيات ملاقناش حد هل ممكن ييجي لعيب كده راح أوروبا وفي ظل الحاجات اللي بنسمع عنها مثلاً لعيب مثلاً هو صغير راح كده ولا أهلوا عايشين في أوروبا وراح واشتغلوا وكافح وهناك وبنى اسم وبقى لعيب وظهر في الساحة ممكن لكن في الوقت الحالي ده من اللي احنا شايفينه قدام الرؤية بتقول من 2003 مفيش 2006 مفيش لحد 2006 مفيش فبالتالي انت عندك مشكلة رهيبة في حتة رأس الحرم طيب محمد دلوقتي رأيك في ايه؟ تطور بشكل كبير جداً تطور بشكل رائع يعني تمام؟ يعني هو كان عنده عيوب كتيرة تدية لشها تمام؟ الماتشات والاحتكاكات بتخلق اللعيبة كبيرة يعني ممكن باش عنده المهارة العالية او الفائقة يعني تمام؟ لكن أصبح عنده كواليتي رأس حربة جايد جايد اه مونا ممتاز لا ممتاز صعبة شوية مستوى محمد؟ لا بقولك مش مش هقول مش وحش بقولك جايد اه تقولي مش وحش يعني؟ لا مش بقولك لا مش هقول مش وحش اه فاهم فاهمت؟ لا لا جايد 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 هرده او بتحرك كويس تمام؟ اه طب نفسه عشان يبقى ممتاز زي ما قلت هو الفكرة بتاعت مصطفى هي نفس الفكرة على فكرة بتاعت وسامة نفس الفكرة بالزبط تمام؟ انا لعيب بلع في البوكس بس تمام؟ يلعب في الحتة دي من السهل انك تصنع راس حاربة يلعب في الحتة دي ما عندها شحد في محضان انا ممكن انا النهاردة ممكن اصنعلك لعيب راس حاربة يلعب في البوكس تمام؟ لكن مقدرش دي لا صنعلك واحد عنده كواليتي عالية جدا ينلعب بره وجوه ومهارات ويشوف يمين وشماله ويرفع وعمل كروتسات ويشتغل مع زميله ويصنع فرص تهدفية لازم اقدرش يصنع كل ده لكن اصنع لك واحد عنده بنية قوية انه هو يقدر يسجل ادافه ويشتغل في البوكس كراس حربة عنده مقاومات راس الحرب يعني تقصد انه اللي موجودين اللقتي دول مصنوعين بس اه يعني ما عندهمش مهارات لا ما عندهمش امكانيات لأ عندهم كانت تهدفية لكن ما عندهمش مهارات فردية حيلا لسه بكميه الحوار الممتع كالعادة مع النجم الكبير كابتن احمد بلال بعد الفاصل نواصل خليكم معنا لسه بشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن احمد بلال عايز سعلك على حياتك وتقولها في الانترو النهاردة الدوري بتاعنا بغض النظر اللي خلص ده واللي حصل والحكايات احنا لحال الوقت ما فيش جدول دوري اي حيلا ما فيش نزام للدوري واش حطته جدول تقريبا هنا في حطنا جدول صح اه بس ما عجبهوش ما عجبهمش ما عجبهمش عجبهم اكيد اه طبيعي قالك في مشاكل هو لما تقالي في مشاكل قلت خلاص اعمل اللي ما فيش مشاكل صحيح بس يعني عامة اه فكرة ان احنا ما عندناش جدول معلم من بدري تحصيره على الاجهزة الفنية وعلى اللعيبة وعلى النظام وعلى كل ده ايه انت انت كده بتجيب من 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 اخر الموضوع اه مش من اول اه مش من اول اه من المسؤول ان هو هيحط الجداول ام ه进 اتحاد الكرة صح لجنة المسابة اه اتحاد الكرة اه اللجنة الداخلية اللي بتدير دي اه لجنة المسابة دي مع ربطة قندية بقى ومع اتحاد الكرة تلاقي الحاجات كلها المشي مع بعض اللي بيدير الكرة في مصر ا抓 التحاد الكرة اللي بيدير nós في مصر هل هم مؤهلين وهم يديروا كرة في مصر هم كلهم حبابنا وصحابنا اخذ بالك الكلام انا اترك في الاول ايه اترك لما حد يشتمني ويتكالي يقولك احنبالي ما عندوش فكرة ده رأي فن هو ما اعابش في شخصي فبالتالي انا مش ده علام منه ده رأي فن او شايف ان انا مثلا اوحش راس حرب اجيه في تاريخ مصر اعجب انت حر تمام تقييمك ده وانت حر فيه فانا النهاردة لما تجي تتكلم عن المجموعة الموجودة في مصر ان النهاردة بتدير كرة القدم او منظور الكرة القدم في مصر اللي فيها عندي عدة المئة سنة تمام وتيجي تقولي مثلا محترمنا الكامل لكل الاشخاص يعني شخص يعني كاشخاص لكن انا بكلمك على ناس مهمة جدا بتدير كرة في مصر تمام مليارات ويبقى مثلا حد ما لعبش فريق اول 20 ماتش او حد مثلا ما لعبش اصلا منتخب مصر وحد اصلا ما لعبش دور ممتاز وتيجي تقولي اصلا المجموعة دي تم اختيارهم او تم انتقاءهم او تم انتخابهم هم مين اللي بيحط القواعد بتاعة القواعد الانتخابية مين اللي بيحط الاسس اللي بنائنا عليها يجيبوا حد يرشح نفسه يبقى رئيس اتحاد كرة ولا عضو مجلس الادارة ولا امين سنقل ولا 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 ده اسمه كرة القدم يعني اسمها اتحاد كرة القدم المصر اتحاد كرة القدم يعني المفترض الناس اللي فيه تكون فاهمة كرة قدم وفاهمة لوائح كرة قدم واشتغلت قبل كده الحتة دي ولعبتها ومرستها ومال ازلك تمام فالنهاردة هل ينفع احمد بلاي النهاردة يوم الصبح كده عشان معاي بكلوس تجارة وروح رشح نفسي بيشتغل في اتحاد كرة السلة ينفع او نقابة المهنسين او مثلا نقابة العمال احنا ليه ليه اصلا حطيني المشكلة وبعدين بندور على النتاج اكيد النتاج هتبقى سلبية يعني فيه انت اصلا حطيت المشكلة حطيتها خلاص انت بتدور عليه بعد كده انت اصلا انت اللي صدرت المشكلة المفترض اساسا عشان تترشح تبقى عضو مجلس ادارة ورئيس اتحاد كرة على الاقل تكون لعبت المنتخب مصر لعبت دور ممتاز عدد من السنوات فيه رأيك ابتنا حمد يقولك الادارة مختلفة عن اللعب انا الوقت بدير انت بتدير كرة القدم خد بالك في الاندية ممكن يبقى الوضع مختلف الاندية ليه الاندية لانك عندك مجالات تانية وعندك انفستمينت تاني مختلف وعندك اعضاء وعندك كراسي وعندك شمسي وعندك اكل عندك حاجة كتيرة جدا يعني فيها انفستمينت مختلفة عن الكرة شوية وفيها العاب تانية مختلفة وفي حاجة كتير لكن أنت بتتكلم على اتحاد كرة القدم يعني أنت بتتكلم على بتدير اللعب هل أنت النهاردة مثلا هنرجع لأيام زمان هتجيب واحد مع فلوس يصرف على الاتحاد كان بش موجود صح؟ وكانت تجربة فشلة حتى في كل الأندية لأنك تجيب واحد يصرف فلوس وبعدين يدين النادي فيطلع هو من يخلص الفترة بتاعته فيقولك الشيكات اللي أنا مدين بيها النادي موضوع فاشل طبعا فأنت النهاردة هتدير كرة القدم أنا بيقولش أنه بس يبقى لعيب كرة فقط لغير لعيب كرة ودارس لوائح عشان قبل كده خد بقى لك ودارس لوائح عشان قبل كده لما كان بيبقى فيه لعيبة كرة كتير في تحاد الكرة كانت الناس برضو متضايقة ومش مبسوطة لما كان فيه تحاد الكرة فيه لعيبة كتير واسماء كبير ليه هو سامير زاهر ده مش قدر أنه يحصل مع منتخب مصر على بطولات في إفريقيا حصل للمصر يعني أنت بس ربنا يرحمه طبعا الكابتن الكبير كابتن سامير زاهر هل تقييمك للاتحاد ناجح حولك أنه يكسب أفريقيا لا مش بس كده أصدق الدوري سعادة أصدقنا في أفريقيا كان ممكن نكسبها ماشي ماشي هل الدوري سعادة ما كانش منتظم كان منتظم جدا هل كنا بنعاني من المشاكل اللي بنعاني فيها في الوقت الحالي هل كان عندك مشكلة في الإعلام ضد يعني إعلام الأندية كان عندها مشاكل في هذا التوقيت لا كان الجدوى المحطوط التأجيلات المحطوط إلا ما رحم ربي بقى لو فيه يعني مثلا فيه فيه حادث فيه مشكلة فيه حاجة حصل فيه أي طريق إنما زمان كت الأمور واضحة إنما دلوقتي مفيش أي حاجة واضحة أنت بتتكلم دلوقتي المفترض أن الدوري إيه ماشي عايف إحنا عاديم ما نعرفش سنة خلصت السوبر السوبر تحدد السوبر اه أنت عايفة المشكلة فيه السوبر مصر يتحدد ايوه والدورة ما تحددتش، انت فاهم؟ انت عارف المؤذف ده ايه؟ مش انا وانت نبقى متضايقين لفيه جهاز فني اللي هو قتل مجمع لعيب توعمل معسكرات ومش عارف يعمل أحمال بدنية ولا بدنية ولا فنية ولا هل عبغضش أولاني إمتها؟ يعني بغض نظر نعلو زمالكت عشان هم عندهم إفريقيا والشغالين لكن باية الأندية لما عبوش أي حاجة هيحط جدوى المتشاق الموراة اللي وديها إمت بزي ما انت بتقول فترة الاعداد هل هيطولها ولا هتبقى فترة اعداد قصيرة؟ هل النهاردة الأحمال البدنية اللي بتاخدها للعيب هل هيستمر فيها فترة ولا لا؟ هل هيلعب ماتشات كتيرة ولا لا؟ هيخش هيدخل إمتا؟ هل هيقعد شهرين ثلاثة يقامل فترة اعداد لحد ما الدور يجي؟ مش منطق مش منطق تكلفة كمان مالية وبدنية كل حاجة كل حاجة وبعدين انت النهاردة أنا آسف يعني لما تيجي تجيب لعيب كمان غير بقى لتكلفة المادية وغير والجدول اللي المدير الفن مش مش علي اللعيب نفسه لما هتعادوا ثلاث شهور يقعد يتمرم بس من غير مباريات رسمية ده موضوع مرحل جدا بالنسبة للعيب بيفقد الشغف يعني انت برضو مخط بالك انت النهاردة اللعيب ده مش آلة انت هتحركها اللعيب ده برضو عنده نفسية ومحتاج انه يبقى عنده شغف تمام ليه أنا عندي فترة هلعب إمتى هلعب الشهر الجاي؟ مثلا يعني النهاردة مثلا خمستاشر تسعة فهلعب خمستاشر عشرة فانا عندي كمان تأهيل ذهني بالنسبة لي انما النهاردة خمستاشر تسعة وانا مش عارف الدورة هتلعب إمتى اكسل النهاردة في التدريب شوية هكبر دماغي شوية ممكن اعمل نفسي تعبان لو في بس اصابة صغيرة خلاص انا قاعد يومين تلاتة دنيا مفتوحة بالنسبة لي لكن لو النهاردة فيه موعيد ثابتة وكل العيب عارف ان هو هيبتدي بعد شهر يعني كل العيب هيبقى واخد الامور بشكل يعني جدي جدا 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 بالمناسبة انت مع فكرة تغيير في النظام الجدول الدوري ولا بالشكل الطبيعي؟ بص مع شكلها الطبيعي اللي بيعملوه ده اعتقدش هيبقى الدنيا أحسن حاجة يعني انت هتلعب النهاردة 34 ماتش هتبتدي امتى؟ في نص عشر على حسب الماقيل يعني او سوريا في 21-22-10 هتلعب 34 ماتش امتى؟ امتى؟ هتلعبهم امتى؟ عندك توقفات للمنتخب تمام؟ عندك الاهلي والزمالك بيلعبوا افريقيا هتبقى فيه تأجيلات هل النهاردة هتقدر تلعب 34 ماتش دول وتخلصهم في 36 اللي جاي؟ نا استحال فممكن انا اسمعت ان فيه تصويت على قصة انهم هتتعامل مجموعتين بنظام العشر الأوائل الحادي او دور واحد او دورين بالشكل المقدي دور واحد تبقى صعبة شوية اعتقد يعني اعتقد دور واحد ممكن تبقى صعبة شوية بس ممكن تتعمل دورين او دور واحد وياخدوا عشر الأولين يلعبوا على الصدارة والتانين يلعبوا علىهم ماشي بس نفس النظام بتاع السنة دي لو تلعب السنة الجاة هتخش في كارثة تانية مرة أخرى الأمر صعب جدا 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 لازم يبقى فيه يعني توقف احنا نخد بالك الكام ده ونكلمه بقى لنا قد ايه 4 سنين 4 سنين احنا بنقول ايه يا جماعة لازم وقفة لازم جدول محترم لازم تراعي لازم يبقى فيه سنة استثنائية تمام للدورة اللي عامل مصر عشان نرجع زي بقية الناس تمام نهار مش معقول يا جماعة النهاردة الدوري ستخلصان من أسبوعين والعالم كله ابتدى يعني ان دور في مصر خلص والناس ابتدت بره اصلا دور الجديد الناس ابتدت واحد تمانية انت خلصت عندها 15 تمانية تقريبا يعني الدور العامل مصري فالأمر صعب جدا انت ماشي بتلعب حتة لوحدك خالص تمام فانت لازم يبقى فيه سنة استثنائية حتى لو دوري من دور واحد ويتعامل بنفس النظام انت بتتكلم فيه شرحته من شوية علشان خاطر نرجع نبقى زي العالم كله في كل حاجة مش معقول الاهل يخلص 15 تمانية ويخش يلعب افريقيا تاني النهاردة من اربع تيام فين جدوى للروحة بتاعه طب لو الاهل النهاردة كان لحد الماتشي الاخير بينافس في الدور الاخير مرايحش العيد هتعمل ايه انت كمدير فان هتشغل ازاي هتخلص عليهم بقى هتعمل ايه هل انت هتريح اسبوعين وتيجي تعمل فترة اداد اسبوعين عشان تخش على طول افريقيا هيبقى الامر في منتهى وعايز اقولك الحاجة الاقل هيعاني السنة دي برضو من الحتة دي لان انت برضو فترات الراحة ما كانتش كفاية وفتر التعداد ما كانتش برضو كفاية بالنسبة للاهل السنة دي ومارسو كله اتكلم في الجزائي دي طبعا ده وضع طبيعي بس راجل عمل تدور كويس يعني بيعمل تدور طول الوقت كويس مهما عملت في الملعب يعني بيتمرر يعني بياخد احمال بدنية يعني بيلعب ماتشات ودية يعني بيشتغل يعني عنده تركيز عالي جدا تمام فده كمان بياخد من قدرات اللعين انت شفت السنة اللي فاتت اخر مسلا عشر ما تشاهد للاهل انت بص المستوى البدني بيبقى عالي جدا تيجي الشوط التاني المستوى البدني بيقل كتير بيقل كتير جدا وده برضو حمل بدني رهيب رهيب انت حال انت هتقدر انت كمدير فني تفضل ماشي بالشكل ده لا طبعا لا الهل السنة ده عنده نواقص في اماكن كتير ممكن يعاني بشكل كبير الهل عنده نواقص عنده نواقص في رأس الحربة عنده نواقص في البلايميكر اه طبعا عنده نواقص في الليفت وينج عنده نواقص الهل السنة دي اه ما الاهل لسه القائمة بتاعته من وجهة نظر الشراء الهل استبدال لعيبة الهل ما اشترياش لعيبة جديدة الهل استبدال لعيبة يعني الاهل استبدال العالي معلول باعطية الله صح؟ القائمة الحلال النادي الأهلي ما تقدرش يتكمل بالشكل ده؟ صعب طول السنة مع سيزون طويل لازم يبع عندك اتنين فرويدين تانين لازم يبع عندك لفت وينج تاني لازم يبع عندك بلاي ميكر تاني صعب بلعب بلاي ميكر هو بلعب بتمانيات واتنس في النصف حتى قافش ما بياخدش كتير شوف التجربة بتقول التجربة بتقول بعد سنوات من التقلق الكبير يعني أو المبراءات الكتير قوي 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 لازم هتجي وقت حيب أنت غصبة عندك اللعب حاجتين يعني إمكانات القدرات بدنية طبعا وشغف انت لازم تديلي اللعيب وطموح بتزوده عند اللعيب أو بتجدده عند اللعيب رغبة بتجدده عند اللعيب انت النهاردة الرغبة اللي موجودة عند اللعيب تنادلي بعد بطلتين حقتهم متتلتين وأربعة أعتقد لازم فيه تدخل عناصر جديد حتى اخد بالك حتى انت بتكسب بس لازم فيها عناصر جديدة تدخل عشان تعمل تعرف تكمبيت مع العناصر اللي موجودة القديم عشان تخلق نوع من النوع المنافسة تاني لكن انت هتستمر بنفس العناصر الأمر الأمر ممكن يبقى صعب يعني في بعض الأحيانة يا كريم انت عايز تعمل منافسة تخلق منافسة جديدة انا عندي لعيبة كواليتي عالي بس بقلهم 30 يلعبوا تمام طبيعي مش بس زهق هو خلاص هو المكان بتاعه المكان بتاعي مهما عملت حتى لو المدير فان غيرني حتى لو قعدني ماتش هيجي لعب تاني لان انا قدراتي بتقول ان انا رقم واحد في الحتة دي تمام هل انت استبدلته برقم اثنين قريب منه في الكواليتي لا ما حصلش فبالتالي انت ممكن تفقد حتة الشغف عند لعيبة بعد مثلا بعد شهرين ثلاثة الاهلي لازم يشتري ثلاثة اربعة لعيبة عشان يقدر يكمل زي ما عمل السنة الفاتحة عشر ايام بالضبط والسوبر الافريكي بالالي والزمالي السوبر ده خمسين خمسين؟ لا لا طبعا مش خمسين خمسين لا 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 ما نفعش هو بخمسين خمسين يعني لسببين دي الجملة التقليدية دايما لا خبص على فكرة اه بالعكس التقليدية مواجهة الالي والزمالي خمسين خمسين بس فاني حالة فاني حالة انت تقولي مش خمسين خمسين؟ لا طبعا ليه؟ ما نفعش هو بخمسين خمسين حتى لو هيErل ارد الواقع خمسين خمسين يعني اولي jetztmmالك مش جاهز يعني اللي تفرج على الماتش اللي فات بتاع افراقيا شايف فرقة مش جهزة ممكن يجهز اللعيبة اللي اشتراها يا نعيال جدا دي الزمالك ماتفرجمش عليها الأسبوعي ما دخلتش هل ممكن تدخل؟ انا بكلمك على الوقت اللي احنا شايفينه. مش اللي يحصل في الماتش. الوقت دلوقتي حالي. الوقت بعد عشر ممكن يحصل ايه. بعد ماتش مبارح. بتقيم امتى؟ بتقيم بناء على ماتش. صح. تمام؟ او على استعداد كمان. بلاش ماتش عشان احنا لسه في داية السيزن. ونقرر ده امور مش افضل حاجة. فانت بتقيم بناء على اللي انت شفته في الماتش اللي فات. تمام؟ وبتاخد منه بعض الحاجات. مش كل الحاجات. لان ممكن خلال عشر تيام اللي جاين دول. يتحسن اوضاع كثيرة جدا. ولعيبة تدخل. ولعيبة تبقى لها باع كويس. ولعيبة تقد بشكل كويس. واللعيبة اللي اشتروها نادي الزمالك. ممكن تلاقيهم بلعبوا في الماتش وبيقدوا بشكل رائع جدا. ممكن تلاقي الكلام ده موجود على فكرة في الماتش اللي جاي. لكن انا بكلمك في وضع قائم في الوقت الحالي. الوضع القائم في الوقت الحالي الامر مختلف. اللي عنده ثبات. اللي عنده تيم مكتمل. تمام؟ الزمالك ما عندهوش ثبات. ما عندهوش تيم مكتمل. ممكن يتحسن فيما بعد. ممكن يتحسن فيما بعد. فانت بتقولي الاهلي يكسب السوب. مش بنسب رهيبة يعني. بس يعني. يعني ممكن نقول مثلاً 65-35. مثلاً يعني. مين فنان كده بنظرتك على الفرقتين. انت توقع تقلقه بشكل كبير في المباراة. وانا فاهم طبعاً ان كل المباراة وليها ظروفها. ولي يحصل فيها. مستحسن دوت هيبقى ليه دول مهم في المباراة دي. بص يعني أنا. يعني. الشحات. في الماتشات اللي زي كده بيتقلق. بيقد بشكل كويس يعني. من الزمالك ممكن يبقى. لو الجزيري جاهز يعني. ممكن يبقى كويس. تمام؟ آآ. ليه قلت الجزيري في الزمالك مؤتش بسام الله بعلي في الآله. عن نسة ما كملش. لسة هتقول تانية. هتريجي على سيلا الآله والزمالك؟ ماشا. أياً أنا ماشي ماشي قلت أفتغالي قلت أحدين أحدين أفتغالي قلت أخترت مواجب الزياج بس محرورش مواجب الزياج لا أنا أعجب لك الممكن يبقى يعني 2-3 من نحادي ماشي و 2-3 من نحادي إمام مثلا ممكن من الآلي يعني عتقد كده الضغوط الضغوط أمامها عتقد يعني بعد مبراتين لعبهم قدام الزمالك عتقد الضغوطات يعني دلوقتي ممكن ما تكونش موجودة يعني. عكس اول ماتش المام لعبه قدام الزمالك كان فيه ضغطة شكيرة وكان مضغوط شوية. ممكن يؤدي بشكل جيد. ما عرفش يعني شحاته هل ممكن محمد هيكون موجود ولا لا نسمعاته مصاب. لعب كويس. لا جاهز جاهز. اه لعب كويسه. امكانياته وقدراته كويسة. يعني ده ممكن مستقبل مستقبل جيد يعني من وجهة نظري. وسام ممكن يتقلق يعني ممكن يسجل. عشان خطرة. اه عشان خطرة كانت. صح. عشان خطرة كانت. مش حاسين انت عايز تقولها بس قلتاني يا الله عشان خطرة كانت. واضح ان انت برضى عندك حاجة مع وسامة. لا خالص والله بالعكس. لا مش عاجبة كاول. هداف والله. هداف والله هداف والله هداف. تمام. يعني انا بشوفه هداف. يعني البعض في جيب جول. يعني من النوعية اللعيبة اللي بيعرف يجيب جول. انا بحابش المقارنات من النوع دي بس هسألها لك عشان انت اخترت سيف الاول. انت بنظرتك كمهاجم. وسام ولا سيف. سيف الجزيري. وسام أبو علي ولا سيف الجزيري. بص وسام عنده يعني وسام أسرع من سيف شوية. في الثمنتاشر أشرس من سيف شوية. ممكن يبقى سيف بره الثمنتاشر أفضل شوية من وسامة أبو علي. انت بحب الناس اللي اشتغل بره الثمنتاشر. الاثنين بالعكس. ايه الفايدة ان اشتغل بره ومشتغلش جوه. لا بالعكس. بس بتحب ان انت اللي عنده حتة زيادة. بالزبط. انا بحب رس الحربة يكون شبه مكتمل. مفيش لعب مكتمل في العالم طبعا يعني. بس يبقى قريب للكمال في البوزيشن يعني في المعصدي. يعني بيعرف اللعب كويس. كورته حلوة. تبص على كورة في الرجل وتحس انها دايما دايما في خطورة. هي من حاجة مش راس الحربة اللي تبصيله ويديه لك تاني. وبعدين يطلع يجري. عارفت النظام بتاع زمان اللي كانوا بيدربونا عليه. طبعا. مش ما بحبش ده. لا موجود. موجود وعلى فكرة ومطلوب. يعني في أوقات كتيرة. يعني اذا اقول لك على حاجة. في الأهلي. الدور بتاعه وسام ده هو هو الأهلي محتاج بوسام في توقيت الحالي. لأهلي عنده اتنين طرفين. جمدين جدا. تمام؟ فبالتالي مفيش فرصة ان وسام برضو حتى لو عنده كورة علي يطلع بره ويغير ويجري. ما كانتش حتى يعني ما عندهش الحتة. مش مطلوب في الوقت نحل الحتة دي. ومطلوب واحد في البوكس انه قدر يخلص ويسجل أهداف. وهو بيعرف يعمل الحتة دي كويس. بيعملها كويس. عظيم. هل لسا مكملين مع النجم الكبير كابتن أحمد بلال بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا. لسا بشرفني ومنورني النجم الكبير كابتن أحمد بلال. والكلام دايما ما حلو. القعدة حلوة معك كابتن أحمد بلال. مفيدة يعني. جميلة يعني. عايز تقليك بالمناسبة. بالمناسبة. حبيبي كابتن أحمد نسميده. جميلة كل يعني. قالك لو نزلت المال بلال تجيب عشر تجوان. تجيب. تجيب انت كام. يجيب. أولا يجيب عشر يجيب عشرين. هو لو يجيب عشر يجيب عشرين. وعناسم الجازسة هو. أصلا. بس الموضوع ده بجد يحزار ولا عادي. يعني انت. يعني دلوقتي. أقول لك. على فكرة هزيولك الحاجة. هو لما قال كده. هو كان بيهزر. بس هو يقدر يجيب عشر تجوان. بجد. في ظل المدفعين اللي موجودين في الوقت الحالي يجيب عشر تجوان. سهل جد. يعني أنا بأمني. هو جامد برضو. منعشان كده بقولك هو. في الوقت الحالي. يقدر يجيب عشر تجوان. يعني هو زمان لما جيز. زمان لك ما جابش العشر تجوان. لما جيه يلعب لما راجع من أوروبا. بس دلوقتي يقدر يجيب. يعني انت بتخيل بقى يعني زمان ما جابش دلوقتي يقدر يجيب. يقدر يجيب. يقول إنه مستوى المدفعين بقى في. في الحديد. تعبان جد. أنا أجيب مية جول دلوقتي بسلت. مية. يلا كابتل بسرعة. عشان حتى كابتل حساب 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 المبسط يعني. يعني. المدفعين حاجة. حاجة صعبة جدا. جدا جدا. يعني. والنظم الدفاعية كمان. مش بس المدفعين. مش أفراد بس. بالضبط بس يعني كمان التنظيم الدفاعي بتاع الفرق مش احسن حاجة. هو ايه معنى ان انت تنزل. طيب عندك تكتل الدفاعي بس لكن مش منظم دفاعي. لكن ما عندكش تنظيم دفاعي. في فرق كبير ورهيب. بين ان انا متكتل دفاعي ومنظم دفاعي. رهيب الاتنين. متكتل دفاعي ياني برا بدافع بالحدواشر زي ما أعمله مع الاهلي كده. اخرج تلعب شغط. اخرج كده تلعب شغط كويس. تمام؟ بعد كده خلاص إنما منظم دفاعي منظم دفاعي ده مش معنى أنه أنا أقف الحداشر وعرف لا خلص ده على فكرة ده منظم دفاعي ده أنا ممكن ألعب يعني هاي بريشر تمام وأنا وأنا بدافع تفاهم أصلي عبتدأ لوقت من قدام منظم دفاعي اللعبة تنصب عرب بتدافع بشكل معين الاتنين سنترباك وقفين في حتة معينة يعني الموضوع مختلف الفكرة الدفاعية هنا في مصر مختلفة الفكرة الدفاعية هنا أنك تقف عند التمنتاشر وتفضل بقى تحارب لحد ما يجي فيك أول ما يجي فيك جول خلاص كل سنة أنت طائب يلا خلاص نمتش خلاص من إسمالي على ذكرة كابتن حسام حسن متفائل بكابتن حسام حسن وجي الحالي منتخم مصر النوش كتير قوي في المواضيع بتاعت كابتن حسام وطريقة إدارته للمنتخبات وهو كمان أنا نصيحة يعني لوجه الله سبحانه وتأنا بحب كابتن حسام حسن كان قدوتي في يوم الأيام يعني وهو من أعظم الفراودة اللي جوم في تاريخ مصر لكن أنا عايز بس هي نصيحة واحد صغير لازم كابتن حسام ينسى حسام حسن اللعيب لازم والتاريخ والأسطورة والإمكانيات والقدرات ينسى كل ده ويركز في حسام حسن المدير لأن فيه خلط كبير جدا في الحتة دي عنده يعني أنا حسام حسن كلعيب لا خلافه ولا قبارة عليه لكن أنا حسام حسن المدرب لا هتنتقد تمام هيتحكم عليك الناس ممكن ما يعجبهاش طريقتك في التدريب تمام أمش بقول الناس مش عجبها بقول الناس ممكن ما يعجبهاش نختلف عليك احنا ما بنختلفش عليك كالعيب احنا بنختلف عليك كمدير فني وده أمر طبيعي جدا خد بالك انت ممكن تبقى لعيب ما عندكش فكرة مثلا يعني بس تبقى مدرب عبقري عظيم بس المدرب ما عندكش خدرات فانا بس الفكرة كلها هو ستل بيتعامل بان هو السوبرستار حسام حسن لعيب الكور لا لازم دي تبقى على جنب شوي اه هو السوبرستار وبنحترمه ونقدره وتاريخ كبير جدا طبعا يعني لكن لازم يعني يعدي الحتة دي يخش في مرحلة انا حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللي سبقني مديرين فنين منهم ناس نكحت وفي ناس فشلت اللي فشل يعني تم انتقاده واللي نجح رفعنا له القبعة زي كابتن حسن شحاية يعني الامر صعب مش سهل فكرة المنافسة بمنتخب مصر في التوقيت الحالي في افريقيا او حتى في كاس العالم يعني ان شاء الله ما نروح الامر صعب في المنتهل صعوب مش الامر مش سهل مش سهل الجيل ده وصل اتنين تقريبا اتنين فاين اتنين فاين اه اتنين فاين وخسرهم الاتنين تمام خسرهم عشان برضو احنا ما كناش الافضل في المباراة النهائية برضو عشان ما نتحكش على نفسنا بس بس خسرناهم برضو كنا ممكن نكسب كنا ممكن يعني مباراة الكاميرون ديت اتخطفنا جول في الاخر السنغال دربات ترجيح وخسرنا منها كان ممكن نوصل بس هل احنا كنا الافضل في الماتش لا ما كناش الافضل هل الكواليتي في الوقت الحالي بتاعت المنتخب افضل كواليتي في افريقيا يعني هنبصم لا طبعا في فرق اعظم مننا بكتير جد بكتير في فرق مع الديانة نيجيريا مع الديانة كوديور مع الديانة طبعا المغرب طبعا مع الديانة بمراحل عديدة فالمنافسة تبقى صعبة فلازم لازم كابتون حسام يخرج من عباية كابتون حسام حسام السوبرستار اللعيب يخش في عباية كابتون حسام حسام المدير الفني ويتحمل النقد شوان احنا دلوقتي اصبحنا النقد في حتتين في سوشال ميديا رهيبة جدا جدا وفي اعلام موجود برضو تمام العلام المرئي والمسموع برضو بينتقد تمام حينجح نتمنى له طبعا التوفيق يعني احنا نتمنى المنتخب مصر التوفيق ايا نكمع مين بالمناسبة وده كنا قلناها حتى قبل ما نخش الحلقة النهاردة أو نخش الفقرة دي كابتون حسام ليه ما بقيناش نتحمل بعض في القصة بتاعت النقد دي ما حدش في تحملها خالص واي حد بيقول كلمة على اي حد حتى لو بطريقة مهزبة ايه الحق امسك فيه ليه الموضوع راح في حتة اتقسم للأسف الشديد اتقسم بأهل وزمالك بعصبية تمام لان الجمهور ما بيرحش الستاد عارف الجمهور امتى امتى العصبية تنتهي لما جمهور الأهل والزمالك يروح الستاد فيشوفه اللعيبة بتحب بعض بتسلم على بعض بتحترم بعض في الملك ريسبيكت تمام فالنهاردة هتختلف وجهة نظر الجمهور لبعضهم حتى في الانتقاد نهاردة انا لما بقول كلمة او لما بسنا لم بلاش انا بقول كلمة لو انت بتكتبها حاجة على الفيسبوك حاجة تخص الأهل تلاقي حد من الزمالك داخل حتى ازاي تقول فاهم من الطبيعي ان انا هكتب عن الزمالك من الطبيعي يعني وهتكتب عن الزمالك طبيعي جدا طبيعي فبتلاقي الرد حد شوية لان خد بالك الناس دي الوقت الحالي او الجمهور الصغير في الوقت الحالي ما عصرش وشافة اللعيبة بتحترم بعضها الزافل فبالتالي الجمهور اللي قاعد كان زمان احنا الجمهور بتاعنا زمان كان جمهور في المدرج مش بس خلف الشاشات ينتقدك ويشيد بيك ويشجعك ويهجبك لنفس المباراة انت بتشتك صح وبيتسقفلك وممكن يتتحدف بطوب ويطلعوا بعد الملع الماتش يتلاقيهم بيبسوك عشان انت جيبتك كل ده في توقيت واحد وهي دي الحلاوة بتاعة الكرة كمان انت بتبقى مبسوط بالكلام انت بس بضعت فرصة تلاقي جولك مرة يزوم عليك الفرصة اللي بعد جيبتك تلاقي كل الناس بتاعت في اسمك هاي دي ودي متعة كرة القلب الجمهور الحالي ما حضرش الحتة دي ما حضرش لما العيب يقع من الاهلي مثلا يقول العيب يطبطب عليه من الزمال لك شوفوا يأخذوا فهمها ما شوفوش الحاجات دي بيعنيهم في الملعب انت خط بالك ما يحدث اللي انت بتشوفه منوارا الكاميرا برضو حاجة واللي انت بتشوفه جوه الملعب شيء مختلف تماما 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 الدنيا بتبقى أسهل من كده بك أسهل بكتير كل صحابنا اللعيبة كلها صحابنا ما انت عارف كل اللعيبة الزمالكوينة صحابنا وحبايبنا واخواتنا يعني مفيش خلافات ما بيننا وما بينهم منافسين في الملعب لكن برا الملعب احنا صحاب فالجمهور لازم توصل له الحتة دي في واحد حبيبك في الزمالك قبل كده لعيف في الزمالك في وقت يجي لك قالك ما تيجي بقى أنا تيجي نادي الزمالك الله كتير كتير مين أقرب واحد قالك يعني بص انت أنا تعرض علي الزمالك أما كابتر حسن وحسن راح الزمالك لما لما كابتر حسن وحسن راح الزمالك أول ما راح الزمالك آه كلمني أه كلمني أه كلمني أه كابتر حسن اللي قال آه كلمني أه كابتر حسن اللي قال آه كلمني أه كابتر حسن اللي قال بس كان موضوع صعب علي أنا أصلنا أنا بحب الأهلي فاهم يعني أنا مش بس لعيف كرة في الأهلي أنا بحب الأهلي يعني أنا تربيت أمي الله يرحمها يعني كانت مشجعة درجة عشرة يعني أنا من الفلاحين تمام بس كانت أمي الله يرحمها تجمعنا كده في ماتش القليل لا الماتش كان زمان الماتشقة بتلابيهم الحد و أنا صغاية مثلا عندنا أكلة سمك حلوة كده الساعة الثلاثة الهصر نقعد بقى نتفرج بقى الأهلي بيلعب النهار تمام فكان طبعا حفلة الأهلي بيلعب دي حفلة حفلة والله العظيم الأهلي بيلعب حفلة العيلة كلها قاعدة ابنه بعشرين واحد قاعدين و عاديين بتفرج على الأهلي وأنا كنت سألت لسه عندي سوعة سنين تمان سنين كده تمام وبجاي جاي بتشيرت الأهلي وبتاعه وبجرف قدام البيت فأنا طالع بحب الأهلي كنت بقى عشاء ترابوزيد طبعا أنا بحضرش خطيب كبت خطيب كتير يعني شفته طبعا وقت قليل لكن شفته ترابوزيد كتير من الناس اللي يوم عاشق عندي يعني علامة هوب كنت بقى يعني علامة هوب ده بالنسبة لي بشوفه أفضل عيد بلاعب في المكان ده في تاريخ مصر كلها في الحتة دي فأنا بحب الأهل العكس بقى مين اللعب في الزمالك في وقت يجيلك كان نفسك يجي لعب معك في الفرق بص أنا كنت بحب أبو العيلة بصراح محمد أبو العيل نجم كبير بحب أبدا يعني متربي مع أبو متخب مصر لعب مع بعض كاس علامة ناشئين أفريقيا ناشئين وخدنا بطوله مع بعض لابن أبو متخب شباب لابن أبو متخب قلومبي كنت بشوفه واحد من الناس اللي كان ممكن يروح في الكرة في حتة تانية يعني بكلمك كـ واحد من الناس اللي كان ممكن يبقى وإيه اللي حصل توظف غلط خد بالك ساعات توظيفك الغلط وقبولك للتوظيف الغلط مش بقى قبولك للتوظيف الغلط ده يخليك تروح في حتة تانية غير اللي انت كنت رايحة يعني هقولك على الحاجة أنا من ضمن الحاجات مأسلا الإيجابية والسلبية بالنسبه للي اللي مثلان خليتني مثلان يا أحمد بليل مثل الحمد ولله يعني إن أنا كنت مرفض حاجات كتير يعني مثلان يجي وحن يقول لي ما تلعب هفرايت أقول لا مش علا يعني مثلان أنا دكسي دا اللي جي لقيت قالي لعب هفرايت قلت له مش علا هفرايت ليه أنا هفرايت ليه يعني دا معنا لا الموجودين كله أحسن مني وانا دا دا مش دا الحل اللي عندك فهم مش مثلا إيه واحد اللي هو مش عشان تراضيني تحطيني في مركز محديش فيه كويس يا مثلا ايه تمانية راسات حربة وتلاتة وينجرز يعني فاخواش انت دي المناسبة فيها اتنين تلاتة تانية قلت له ما تلعبش على حيتي دي انا راس حربة انا راس حربة فانت مش تلعب معي قلت له مش مهم انا للأسف وسوء حظ دي الوقت اللي خلص والله الحوار معك جديل ورائع كالعي اخواش انت شرفت ونوارت اشوفك دائما علىك اختم حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استنتعتوا معنا اشوفكم يا رب على البخير